اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وطبعا كانت المحاضرة المرة اللي فاتت كانت محاضرة يعني عظيمة جدا واتمنى حضرتك التوفيق بشكرك جدا عن المقدمة الجميلة دي وبشكر بمقاربيا وبشكر انكات الزنبري على استضافة الويبنار وفي البداية اتمنى من كل السادة الحضور ان هم يدعو البشمهندس عمر سليم بالشفاء العاجل وربنا يرفع عنا البلاء والوباء ان شاء الله طيب قبل ما ابدأ ان شاء الله المحاضرة التانية حد عنده اي سؤال في المحاضرة الاولى ممكن شرح صيغة حفظ البرنامج زي وزي اي برنامج انك بيعمل بتاعت حسب ما انت بتعمل بيبدأ يسيف في المكان اللي انت عامل فيه الموديل بتاعك اه النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن المحاضرة التانية من كورس ٤٠ với المحاضرة ان شاء الله هتكون مليئة جدا بال المن Smations اللي احنا هازم يتكلم عنها في الٟ٠٠٠٠٠٠٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠객 اريف إيه نصطببـ التكلا سوفتوير. اه عرفنا ازاي نسلطة بالتكلا وازاي نسلطة بالنفيرومينتز. اه اتكلمنا عن التكلا انترفيس بشكل عام هو عبارة عن ايه? بعد كده اتكلمنا ازاي نعمل والبيوز والليفلز اه بتاعتنا. اه بعد كده اتعلمنا ازاي نعمل على التكلا. قلنا ان شاء الله الباقي من المحاضرة الاولى هنكمله في المحاضرة التانية. تمام. ان شاء الله بتاعت المحاضرة النهاردة هنتكلم ازاي نعمل في عن طريق القط او او اه الموف. بعد كده ايه هو البولتس وايه هي الويلز بانواعها. هنتكلم عن وزاي نعمل جوه برنامج التكلا وزاي انا اعدل في بتاعتها. هنتكلم عن وايه هو وزاي باستخدمه في المشروع. بعد كده هنتكلم عن بعد كده هنتكلم عن حاجة اسمها عشان ازبط الاعدادات بتاعت اللي انا اشغال عليه او ان انا اعمل فلترز اه لبعض الموجودة عشان اقدر اعملوه زي ما هنتعرف بالتفصيل ان شاء الله. واخر حاجة هنتكلم عنه هو وازاي نقدر نعمل في الموديل بتاعنا. تمام. اول حاجة هنتكلم عنه ان شاء الله هو عشان نعمل زي ما اتكلمنا هنقول اه اول حاجة ان شاء الله هتكون عشان اقدر اعمل في كزا طريقة. فيه ان انا اقدر اعمل ان انا اقدر اعمل ان انا اقدر اعمل سبلاي اتكلم بالتفصيل دلوقتي في التكلة ازاي اقدر اعمل كل واحدة فيه. بعد كده هنتكلم عن اه عشان اقدر اعمل اي في كزا طريقة. اقدر عن طريق ان انا اعمل او 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 نقدر برضو نعمل بنفس اوامر او 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 طوقة نظر او طيب تعالوا نرجع لبرنامج التكلة نشوف نقدر نعمل اه كل حاجة منهم ازاي سواء او 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 ده الموديل اللي احنا اه اشغلنا عليه المرة اللي فاتت. تعالوا نقدر نشوف اه ازاي نعمل او كوبي او موف. كنا اتكلمنا ان البرنامج برضو بيقدر يعمل موف او كوبي اوامر العادية للويندوز. سواء لو عايز تعمل موف بكونترول ام او تعمل كوبي بكونترول سي. ولكن هنتعلم ازاي اقدر اعمل موف او كوبي من الاوامر الخاصة بالبرنامج. لو انا مسلا عايز ابدأ اول حاجة ان انا اعمل كت. عشان اعمل كت في اي حاجة من عندي الاوامر الخاصة ببرنامج التيكلة اللي هي البولجون كت. اللايين كت. البارت كت. الفيت بارت اند. دول اللي احنا نتكلم عليهم ان شاء الله في الكت او الكت بارتس. دعالوا مسلا نجيب من كنترول اي نجيب مسلا الفيو اللي اكون الفيو الخاص اه تلاتلاف اي تي او اس. لو انا عايز اعمل كت في البيم مع البيم في كزا طريقة. لو انا عايز اقطع الحتة اللي عملك لاش مع البيم المين. لو هنستخدم مسلا البولجون كت. عشان هستخدم البولجون كت. بيبدأ اول حاجة يقول لي هنا هستخدم الكاميرا السنوية. يبقى انا كده عملت لها بعد كده بيبدأ يقول لي البولجون بوزيشن. البولجون بوزيشن في التكلة تقدر تعمل اه شكل قطع على الاقل بتلات نقط. تقدر تعمل باربع نقط بخمس نقط بستة نقط زي ما انت عايز المهم بتوصل للقط اللي انت عايزه. ولكن هنا عشان اعمل البولجون كت فانا احتاج اربع نقط بس. عشان اقدر اعمل القط بتاعي. مبدأ اختار اه النقط بتاعتي عشان اعمل القط بتاعي. عشان اوصل للاند لالكاميرا. اقدر ادوس كليك يمين اند. اوصل للنقطة بتاعة الكاميرا. ادي نقطة. ادي التانية. ادي التالتة. ادي اند ادي الرابعة. ممكن ارجع ادوس لأول نقطة تاني. عشان يبقى كده بالنسبة لي افل البولجون او ان انا ادوس على سكرول. مجرد ما ادوس على سكرول هو خلاص عمالي القط. ده كده اول نوع من انواع القط. طيب. لو عايزين نعمل نوع تاني من انواع القط. هعمل دليت للبولجون كت اللي انا عملته. لو انا عايز اعمل مسلا. اللاين كت. اللاين كت يختلف شوية عن البولجون كت في الادي. لو انا دلوقتي اخترت اللاين كت هيبدأ اول حاجة سليكت اوبجيكت. اختار الكاميرا السنوية. بعد كده هيقول لي. عشان احدد خط القطع بالنسبة لي. بحدد الخط الفاصل بين الحاجة اللي انا عايز اعمل فيها كت. وبين الحاجة اللي هي دخلة عليها وعملة فيها الكراش. طيب بالنسبة لي لو انا عايز اعمل اللاين كت بالنسبة لي هيكون من النقطة دي للنقطة دي. هاجي اختار هنا اول نقطة. بعد كده اختار تاني نقطة. انا كده رسمت اللاين كت بتاعي. بعد كده بيقول لي اختار الجزء اللي انت عايز تعمله طبعا هو الجزء ده اللي انا عايز اعمله. مجرد ما دوس في المكان اللي فيه الكلاش هيبدأ يعمل لي كت. بمعنى ان هو شلي الجنب اللي هنا اللي كان عامل الكلاش. كنترول زد تاني. نشوف النوع التالت من الكات اللي هو البارد كارت. البارد كارت ان انا بيخليني اقدر اقطع اوبجيكت بابجيكت تاني. ازاي اقدر اعمل بارد كارت? هدوس على البارد كارت. هيبدأ اول حاجة هيقول لي سليكت اوبجيكت تو بي كارت. هختار الكاميرا السنوية. بعد كده هيقول لي بيك كاتنج بارت. هختار الكاميرا الرئيسية. طب هو كده عمل لي كارت في آآ الجزء اللي عامل كلاش آآ. ولكن ما قطعش كل الكاميرا. هو قطع الجزء اللي عامل كلاش مع الكاميرا او الجرر اللي لونها اخطأ. تعالوا كده نشوفها في بعد ما عملت الكات. الجزء اللي كان مع الكاميرا هو الفلانجة العلوية للكاميرا او اللي لونها ازرع. فلما عملت بارت كات عمل لي زي كات. بص حضراتكم كده. الكات اللي هو آآ بيعمل عليه هايلايت دوت. هو عبارة عن كات حوالين الكاتنج بارت بتاعي. بمعنى البارت دوت اللي انت سلكته عشان يقطع فيه. هيقطعه بدلالة الكات دوت. فاي حاجة في البارت السانوي هيمر بالكات ده هيتم قطعه. فخلينا كده نعرف ان طالما الفلانجة بتاعة الكاميرا السانوية اللي هي اللي لونها ازرع هي اللي عملت في اللي هو اللون الاخضر. فالبارت كات قطع الفلانجة العلوية فقط. ولكن الويب الخاص بالكاميرا السانوية او للكاميرا ما عملوش كات في اللي لون بارت فحشان كده ما حصل لهمش اي قطع. ده كده باختصار البارت كات واللاين كات والبولجون كات. نعمل كنترول بي تاني عشان نفجي على البلان. نعمل كنترول زد عشان نشيل الكات. الجزء اللي بعد كده هو الفيت بارت اند. الفيت بارت اند ده يعتبر شبيه شوية باللاين كات ولكن انا بعمل فيت لأوبجيكت على اوبجيكت تاني. لو انا دلوقتي اخترت فيت بارت اند برضو هيجي يقول لي بيك بارت تو بي فيت اختار القاميرا السانوية. مع كده هيقول لي بيك فيرس بوينت اون كاتنج لاين اختار ادي اول نقطة وادي سكند بوينت اون كاتنج لاين. عملي للقاميرا الزرقة على القاميرا الخضرة. هو يكاد يبان ان هو شبه اللاين كات. ولكن استخداماته اه كتير جدا اه بنستخدامها في المسلانياس موديلينج او برضو بنقدر نستخدمه في تاني. يابا احنا كده عارفنا ازاي نستخدم الفيت بارت اند. امر سبيلت وامر كومباين. امر سبيلت عشان اقدر اقطع اي كاميرا او اي اموت في اي كومباين عشان اقدر اعمل جوين بين جنبه بقى. بمعنى. لو القاميرا دي عايز اعمل لها سبيلت. هبدأ من امر سبيلت. هيجي يقول لي تحت اختار الكاميرا اللي عايز اعمل فيها سبيلت. بعد كده هيقول لي اقدر اختار المكان اللي عايز اعمل فيه السبيلت. ولكن مسلا انا عايز اعمل في نص الكاميرا. مجرد ما ادوس على الميت بوينت. هيبدأ يقسم لي الكاميرا لكاميرا تاني. زي ما حضركم شايفين تم عمل سبيلت. طيب لو انا عايز اعمل لهم جوين تاني عكس امر سبيلت بيكون امر كومباين. اقدر اختار امر كومباين. بعد كده بيقول لي بيك بارت او اختار البارت الاولاني. بعد كده بيقول لي تحت التاني. اختار البارت التاني. رجعت الكاميرا تاني بارت واحد. يبقى احنا كده اتعلمنا ازاي بنقدر بنعمل في اي اوبشن. نرجع تاني. ازاي نعمل موف لاي منبر بالخمس اوبشنز اللي موجودة قدامنا دلوقتي. نبدأ باول حاجة الموف لين. لو انا دلوقتي عايز امسك الكاميرا دي وعايز اعمل لها موف لين. اقدر اعمل على الكاميرا. هعمل موف سبيشال. اختار اول حاجة اللي هي لين. بيطلع لي دوت فيه ان انا اختار اه حاجة من اللي اتنين. ان انا ادي له المسافة اللي انا عايزوا يتحرك فيها سواء في الاكس او في الواي او في الزد. بالنسبة لنا هنا عشان واقفين على الاكس واي بلين فانا كده ماشي في اتجاه الاكس وكده ماشي في اتجاه الواي. والزد بتاعي هو العمود علي. لو انا دلوقتي عايز احركه مسلا قيمة مية ملي في الموجب. بكتب مية في الاكس واقول له موف. كده هو عملي موف للبارت بتاعي. بتكرار الامر بيكرر عملية الموف بنفس القيمة اللي انا حاطتها. يعني انا فضلت هدوس موف موف موف. بيبدأ يموف الكاميرا بتاعتي. طيب نرجع تاني. طيب لو انا عايز اعمل موف في الواي نفس النظام. نفس الكلام لو انا عايز اعمل موف في الزد. ده في حالة ان انا عارف القيمة بتاعي الموف. طيب لو انا مش عارف القيمة اللي انا عايز اعمل عليها موف. بمعنى لو انا عايز اعمل موف للقاميرا من هنا عايز اوديها للاكس تلاتة. هقدر ادوس على بيك. هدوس على نقطة الكاميرا اللي هي البداية بالنسبة لي. وهدوس على النقطة ما بين جريد سري وجريد سي. عشان يتعمل لها موف لجريد تلاتة. مجرد ما ادوس هنا سكند بوينت هيجي يقول لي ان انت كده عايز في الاكس في اتجاه الموغب عايز اعمل موف بقيمة عشر تلاف وخمسمائة ملي. مجرد ما ادوس موف القاميرا بالنسبة لها لقيت موف لجريد تلاتة. يبقى انا كده اقدر اعمل موف لاي بارت سواء في الاكس او في الواي او في الزد في حالة ان انا عارف القيمة بتاعت او ان انا لو مش عارف القيمة ابدأ اقول له وابدأ اختار القيمة بتاعتي اعمل الموف منت بتاعي عن طريقته وابدأ اقول له موف. طيب لو انا دلوقتي اه عايز اعمل موف بطريقة تانية. لو انا دلوقتي مسكت القاميرا تلكي مين موف سبيشال روتيت. موف سبيشال روتيت بيخليني اعمل روتيت للقاميرا. اول حاجة بيقول لي تحت بيك اورجين بوينت فور روتاشن. لو انا مسلا اخترت البوينت دي. عملي هنا الاحدثيات الخاصة بالبوينت اداني احدثيات الاكس والاي والزد بتاعتها. بعد كده هنا بيقول لي في بيقول لي عايز تعمل بزاوية كام? وطبعا عشان احنا واقفين في بيقول لك هيكون لو انا خليت مسلا بزاوية خمسة واربعين درجة وعملت موف بيبدأ يلف معايا البورت. خلينا نتفق ان الموف الروتيت لما تكون الانجل بالموجب بيلف معايا عقص عقارب الساعة. الانجل بالسالب بيلف معايا مع عقارب الساعة. ده كده باختصار الموف روتيت. اه بين النقطة اللي بعد كده وهي موف ميرور. لو انا عايز امسك الكاميرا وعمل لها موف ميرور. امسك الكاميرا كليك يمين موف ميرور. مجرد ما اختار اه موف ميرور. هيبدأ يطلع لي التابل ده. داحت بيقول لي هنا بيك فيرست بوينت او ميرور لاين. يبقى معناها ان هو عايز يرسم خط هيقدر يعمل عليه الميرور. الخط اللي انت بتعمله الخاص بالميرور بتعمله عن طريق بمعنى هو قال لي هنا بيك فيرست بوينت او ميرور لاين اختار اول نقطة مثلا هنا تاني نقطة هتكون هنا. كده انا قديته البوينتز بتاعتي. بعد كده ادوس موف بعد كده هلاقي نقل البورت بتاعي بشكل ميرور. طيب كنترول زب تاني. بعد كده عايزين نعمل موف تو اناثر بلان. عشان نعمل موف تو اناثر بلان. بختار سري بوينتز على البلان الاول وسري بوينتز على البلان التاني. يبدأ يعمل لي موف للكاميرا بتاعتي. هنفترض ان انا عايز اعمل موفمينت للكاميرا من بلان لبلان. هنفترض مسلا انا عايز اعمل موفمينت للكاميرا دي. من خلال العمود ده للعمود ده. او من تابع للعمود ده. لبلان تابع للعمود ده. تعالوا نجرب. لو انا عملت موف سبيشيال بيبدأ يطلب مني عشان اعمل بيبدأ يتم عمله من تلات نقط. نقطة الارجن. نقطة الاتجاه الاول. نقطة الاتجاه التاني. طيب تعالوا نشوف ما يعملهم ازاي. لما يجي يقول لي بيبدأ مسلا وليكن اختار اول نقطة هنا. دي كده اول نقطة. النقطة التانية بيقول لي بيك بوينت اون بوزيتف ايجز دايريكشن. اختار وليكن البوينت دي. بعد كده بيقول لي بيك بوينت اون بوزيتف واي دايريكشن. اه ممكن تبقى في البوزيتف او في النجاتف مش هتفرق. يعني انا مسلا دلوقتي انا اختار في النجاتف واي. مسلا هنختار البوينت دي. يبقى انا كده مشيت نجاتف واي. يبقى انا كده حددت البلان الاولاني اللي هو السورس بلان. هاجي بعد كده يقول لي بيك ارجن فور تارجت بلان. هاجي هنا هختار نفس البوينت اللي انا عملتها من التاني. هاجي هنا هختار البوينت الاولى. البوينت التانية لو نفتكر كانت هنا. البوينت التالسة لو نفتكر كانت هنا. هلاقي الكاميرا بتاعتي اتنقلت من ناحية العمود دوت او البلان اللي واقع عليه العمود دوت. البلان اللي واقع عليه العمود دوت. نعمل بسيط جدا عشان اقدر اعمل تاني. بعد كده ازاي نقدر نعمل عشان اعمل بيبدأ يختار مسلا وليكن. انا اخترت القامرة دي. يبدأ يقول لي اختار العمود ده. بعد كده هيقول لي اختار العمود ده. ابتدى ينقل لي قامرة من اوبجيكت لابجيكت. طب لو هنفتكر ان الابجيكت دوت موجود على العمود الاول. وعايزنا نقلو للعمود التاني. تعالوا مسلا هنا. وياكم مسلا انا هاجي هنا من هرسم بلت صغير. مسلا ادي هرسم بلت باربعة نقاط. وانا عايز امسك دوت اوديه للعمود التاني. بس بشرط ان العمود التاني يكون شبه العمود الاولاني. اختار ادي العمود الاول ادي العمود التاني. اعمل له موفمنت بكل سوى. كده احنا اتلمنا عن كل اوامر القط. اتكلمنا عن كل اوامر الموف. اوامر القابي اللي احنا هنتكلم عليها هي شبه الموف. لكن بدل من انا بني الابجيكت بعمل كوبي لي. هنتكلم عن اول حاجة اللي هي القابي لينيور. لو انا دلوقتي عايز امسك الكاميرا دي واعمل لها قابي لينيور. بمسك الكاميرا رايت كليك كابي سبيشيال لينيور. بيبدأ يطلع لبوكس شبه البوكس الخاص بالموف لينيور ولكن بيزود عليها اندبر اف قابيس. اما ان انا ادخل مسافة بتاعتي في الاكس او الواي او الزت. او ان انا اقدر اعمل بكس زيه زي الموف. وابدأ احط له النمبر اف قابيس عايز اعمل قابي كم مرة. ويليكم مسلا هعمل اه قابي في اتجاه من مقدار تلتمائة ميلي. وعايز اعمل سري قابيس مسلا. هبدأ ادوس قابي. عمل لي سري قابيس من اللي انا عامل عليه سليكت غير شامل اللي انا بعمل عليه قابيس. يعني دلوقتي لو انا عايز اعمل منه بابدأ دلوقتي اختار دوت وابدأ اعمل دلوقتي انا عشان قلت نمبر اف قابيس تلاتة فهو عمل لي ده كده القابي لنيار. نفس الكلام باقي الاوامر الخاصة بالقاب بمعنى لو انا دلوقتي عملت سليكت على القامرة وقابي سبيشيال روتيت. برضو هو هو الموف سبيشيال روتيت. تعالوا نشوف كده. لو انا مسلا اخترت الموف سبيشيال لنيار وحطتها قدام القابي لنيار. عملت موف سبيشيال روتيت. هلاقيها هي هي قابي سبيشيال روتيت. الفرق بين الموف سبيشيال والقابي سبيشيال هو النمبر اف قابيس اللي انا بحطه. يعني الفرق بين الموف لنيار او الكابي لنيار هو النمبر اف قابيس. الفرق بين موف روتيت والقابي روتيت هو النمبر اف قابيس. طيب تعلوا دلوقتي لو انا مسلا عملت سليكشن للبارد. سبيشيال روتيت. هيبدأ يقول لي بك. اختار وليكن النقطة دي. هعمل مسلا وليكن مسلا بالزاوية قول مسلا مينس تلاتين. عشان يلف معي معاقر بالساعة. اول ما دوس قبي عمل لي اللي انا عايزهم. ده كده بالنسبة لي القبي روتيت. بعد كده انا عندي نفس اللي انا دلوقتي عملت موف سبيشيال ميرور. ولو انا عملت ميرور نفس الخاص بال هو يعتبر شبه الموف ميرور. مجرد ما اننا دلوقتي هعمل سليكت للبارد. قبي سبيشيال ميرور. وهبدأ ادي له وليكن ادي الفيرس بوينت ادي السكند بوينت. وهدوس قبي عمل لي قبي ميرور. تبقى الموف سبيشيال هو هو القبي سبيشيال. نفس الكلام لو انا عايز اعمل ااا او او اناlogo لو انا هو انا عايز اعمل قبي سبيشيال الابويس اختارت ادي الفيرس بوينت الفيرس بوينت الفيرس بوينت كده انا اخترت عشان اختار هعمل نفس في العمود التاني. ادي التانية ادي التالتة. طيب هو كده اعلي القبي الخاص طيب لو عايز اعمل قبي تواناثر اوبجيكت لو عملت مسلا بليت هنا في العمود وعملت له اخترت اللي هو العمود بعد كده اللي هو العمود التاني اعملي كوبي منه في نفس المكان. طيب احنا كده اتعلمنا اوامر القط اوامر القبي اوامر الموفي. طيب قبل ما ابدأ في النقطة اللي بعد كده حد عنده اي سؤال. قبل ما ادخل على البوينت التانية لو حد عنده اي سؤال. طيب لو تمام ما فيش اي سؤال اتعلمكم لو تكتبوا رقم واحد في الشات. تمام 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 طيب نقدر ندخل على النقطة اللي بعدها. تمام اه اشكركم. نقدر ندخل دلوقتي على النقطة اللي بعدها. بعد ما عملنا عن الطريقة وامر القط الموف القبي. تعالوا نتكلم في النقطة اللي بعدها هي ازاي نقدر نستخدم آآ نقدر نعمل اللي قدام لي. اول حاجة اللي قدام هي عبارة عن رئيسي اللي هو دوت اللي هو تلاتين في خمسمية. وعندي اللي هو العمود بتاعي. وعندي مجموعة من اللي على الخاصة بالعمود. وعندي مجموعة من وفي بالنسبة لي كمان بين السفنر وبين العمود. هل كل الاوامر ديت بتتعامل معها مرة واحدة? ولا لازم اكون عارفة كلها? لا بص هقولك على حاجة. دلوقتي انت كل امر انت عرفته هو بيستخدم فيه. ولكن انت مسلا عايز آآ تعمل آآ كزا حاجة مع بعض. خلاص يبقى انا هفتح البوكسز بتاعتي وخليها مسلا على جب. مجرد ان انا ابقى اشغال على طول. ويبدأ كل شوية اعمل موفي سبيشال ويطلع لي الجداول وابدأ اعمل. بمعنى. تعالى كده ان نرجع ثانيا للبرنامج. وقال لكم مسلا. انا اقطع حاجات بس اخدمها في التكلا. القاب سبيشال لينيور. ويفضل ان هما يكونوا جنب الشاشة هنا على الشيط. وقال لكم مسلا. انا دلوقتي عايز امسك المنبر ده اعمل له على طول. على طول اجي من هنا مسلا وقال لكم تلات تلف في الاكس وعمل له موف. تمام? المنبر ده عايز اعمله موف خمس سلاف في الواي. مسلا هعمل خمس سلاف في الواي هعمل موف. هو بس مطول شوية عشان بس فيه تمام? آآ نفس المنبر ده مسلا عايز اعمل له كوبي آآ سري تايمز في آآ مش في الدي اكس هعمل له في الدي واي مسلا بمينس خمسمية. عايز اعمل مينس كوبي كوبي. تتقدر تعمل اكتر من امر في آآ مع بعض. يعني انت عملت على طول بعد كده مرة في الاكس مرة موف في الواي. فتتقدر تعمل اكتر من حاجة. ترامل بالنسبة لك موجودة تقدر تشغل على طول. مجرد انك تعمل اللي انت عايز تتعامل معه. بعد كده تختار من بتاعه وانت عايز تعمل كوبي او موف لينيار او كوبي او موف روتيت. تمام كده باش مهنس محمد اتمنى اكون جوابت على سوابك. يعني اتعامل مع افضل سواء كوبي او موف. آآ طبعا مفضل انك تتعامل مع في الكوبي او الموف. آآ هو الاستخدام الامثل في الكوبي كمان في نفس الوقت هو في بتاعك. انك هو انا وص انا في خلال آآ عشر ثواني عملت اكتر من امر. مجرد ان بتاعت الكوبي لينيار والموف لينيار موجودين عندي. فانا قدرت دلوقتي اتعامل معهم بشكل اسهل. اتمنى اكون جوابت على سوابك الحضرة. تمام جزينا واياكم. طيب نكمل آآ هنرجع تاني للآآ عايزين نعمل اللي موجودة قدام حضراتكم. تعالوا نبدأ آآ نرسمها. ونطبق على الاوامر بتاعتنا. هنبدأ نرسم الكبير. هنبدأ نرسم الصغيرة. وهنشوف ازاي نقدر نعمل الموجودة وازاي نقدر نعمل بتاعتنا. نرجع تاني لبرنامج التكلا. هعمل كنترول زد عشان ارجع البرنامج تاني آآ لاصله. تمام? بس اساس لكم بس اعمل آآ آآ الحضار بس امفر لكم. نشان اعمل هنا صفر. تمام? آآ دلوقتي انا عايز اعمل آآ قبل ما اخش على انا عايز اكمل بتاعي. دلوقتي انا لو عايز اعمل للعمود دوت وللعمود دوت وللعمود دوت. او مسلا عايز ارسم بقى كل الاعمدة. فيه من كنترول سي اللي احنا اتكلمنا عليه في المرة اللي فاتت. ممكن مسلا انا امسك العمود دوت. انا عايز انقله هنا. آآ لو فاكرين بين واحد واتنين كالتين مسافة سبعة تلاف. بين اتنين وثلاثة كالتين مسافة سبعة تلاف. فأيزا نقلو سبعة تلاف في اتجاه الاكس مرتين. ده كده او ان انا من اختار البوينت اللي واقف عليها العمود. او البوينت اللي واقف عليها اتنين. طلع لي المسافة بتاعتي. اخترت رسم لي العمودين التانيين. طيب عايز اعمل للعمود دوت هخلي واحد. ودست رسم لي العمود ده. طيب ممكن اخذ التلات عمدة دول عايز اعمل لهم في الماينس واي اعمل في الماينس واي بالنسبة لي ثلاث تلاف. وهعمل اه عشان بس في عمودي هنا. الرسالة اللي طلعها دي لو فيه اه عملت او ونقل على تاني فيقول لك يعمل ده كده بس الرسالة اللي طلعها. هعمل الموجود. همسك التلات عمدة هعمل لهم. عملت كده الاعمدة اللي موجودة في المشروع. طيب لو انا دلوقتي عايز اه اعمل للكاميرا اللي موجود قدامي. همسك ادي كاميرا ادي اتنين ادي تلاتة. هبدأ اعمل لهم كوبي في السبع تلاف في اتجاه الاكس. هعمل هنا هعمل هنا سبع تلاف نمبر اوف كوبي واحد كوبي كده رسمت الجزء التاني. همسك كمان التلاتة دول. هعمل لهم كوبي في الميناس هوي اللي هو تلات تلاف. بس اول ما هدوس كوبي. اعمل لي بتاعدي. طيب عايز اعمل الكاميرات اللي في النصف. طيب بس انا عايز امسح الكنيشن اللي هنا. عشان نشطل عليها مضبوط. عايز ارسم الكاميرا اللي هنا من امر بسمت الكاميرا بتاعتي. طيب عايز اعمل لها كوبي في الاكس او في الواي. هعمل لها كوبي مسلا وليا في الموجب تلات تلاف ادي كوبي. همسك الكاميرتين دول. آآ بعد كده هعمل لهم كوبي في اتجاه الاكس. هعمل لهم كوبي سبعة تلاف اتنين كوبي. فقال لي من دقيقة انا رسمت اللي انا عايز ارسمه. احنا تكلمنا في المرة اللي فاتت انك تعمل الموضل بتاعك بكنترول سي او كنترول ام او اين كان. ولكن زي ما حضركم شفتوا. الوقت اللي انا بعمل في كنترول سي او كنترول ام هو وقت اكبر بكتير من الوقت اللي انا استخدمته لما عملت او او انا فقال لي من دقيقة رسمت اللي كان مطلوب المرة اللي فاتت. كده انا قدرت اعمل المطلوب مني. تعالوا كده لو رجعنا ده البلان الخاص بتاعتي او بتاعتي. طيب نتكلم بعد كده ازاي نقدر نرسم البيس بلايك كونيكشن. سهزمكم انا هشيل المنبر ده. تاجي من كنترول اف. الرفرنس موديل هعمله هاي. عشان نرسم البيس بلايك ديتيل كونيكشن بالنسبة لنا. فيه طريقتين. فيه انك تقدر تعمل كونيكشن. اه لستيل بتاعك او انك تقدر تتم وتعمل حاجة اسمها احنا هنتعلم رسم المانيول عشان نطبق. وان شاء الله المرة الجاية لو فيه وقت ممكن نتكلم عن القسم بشكل سريع. تمام كده? طيب. تعالوا كده نرسم البيس بلايك ديتيل كونيكشن. اختار مسلا العمود ده. كليك ييمين. فيو. دي فولت فيوز اوف بارت. ادي السري دي فيو انا مش محتاجه. ده البارت اند فيو. ده البارت طوف فيو. وده البارت فروت فيو. انا هحتاج البارت فروت فيو. وي. انا كده احتاج البارت التاني لحظات بس مفضلكه. انا مش محتاج البارت اند فيو. محتاج البارت التوف فيو بس هصغر المسافة بتاعته. هنتكلم عن آآ تمان شوية. ده كده بالنسبة لي العمود من فوق. وده كده بالنسبة لي العمود من الفروت. يبقى احنا كده قادرنا نطلع التوفيوز اللي احنا هنشغل عادي. طيب. تعالوا كده نرجع تاني للمحضرة. عندي هنا آآ تلاتين في خمسمية. ده اول حاجة عايزيني نرسم. عشان نرسم البلايت دوت. هنرسمه من البلان. طيب عشان ارسم البلايت بتاعي مزبوط. هنرسمه عن طريق الكنتور بلايت. طيب عشان ارسمه آآ في التكلا. وفضل انك آآ تعمل على العمود عشان تقدر ترسم البلايت بشكل اسرع. عشان نرسم الكنتوركشن لايز. هاجي هنا من آآ من ادت. كونتوركشن اوبجيكت لاي. عايز ارسم آآ بتاعتي اللي بتمثل البلايت. والتقطعات بتاعتها هي اللي هتعمل لي مودلينج للبلايت بتاعي. طيب. انا دلوقتي هعمل هنا كلا مثلا النص. اختار بس اللون بتاعه. هيكون اسود. عشان اقدر بس اشوفه. طيب. انا بالنسبالي لو انا دلوقتي يرجعك على التعلى. انا عندي الطول ده ستمية وخمسين. وعندي الطول ده خمسمية. هنقدر نسخدم اوامر الكابي ان احنا نقدر نعمل بتاعي. لو انا دلوقتي عملت رقصي مسلا. هاجي من المنتصف وعمل. انا عندي البعد الوفقي ستمية وخمسين والبعد الرقصي خمسمية. خمسمية على اتنين متين وخمسين. انا دلوقتي عايز اعمل كابي متين وخمسين. في الموجب واي والماينس باي. هاجي من دوت عامل كليل. خلي النبر اف كوبز واحد. هاجي في اتجاه الواي هعمل متين وخمسين. هدوس قبي. نفس الكام هامسين قبي. طيب. عايز اعمل الاتجاه الافقي. الافقي كان ستمية وخمسين. ستمية وخمسين يعني تلتمية خمسة وعشرين. طيب. ادي اللاين الرأسي بتاعي. هاجي ادوس تلير. تلتمية خمسة وعشرين في الاكس ودوس قبي. هاجي اختاره تاني. هعمل ماينس تلتمية خمسة وعشرين ودوس قبي. كده انا لسمت الحدود الخاصة بالبليت. طيب البليت بالنسبة لي آآ السمك بتاعه كان السمك بتاعه آآ تلاتين في خمسمية. يبا السمك بتاعي بتاعي تلاتين. لما اجي دلوقتي هارجع على ستيل. آآ الكنتور بليت هادوس توكليكس. ادي بليت. بالنسبة لي هيكون بليت تلاتين. الماتيريال بالنسبة لي زي ما وحدناها من المرة اللي فاتت. هتكون اس. تلاتين خمسة وسبعين جي ار. سوري ما افوت بتابتل. اسم خمسة وسبعين جي ار. الخلاص بتاعه اللي هو بتاعه تسعة وتسعين ما عنديش مشكلة. هعمل بتاعه بي وليكم مسلا الف واحد. نبدأ نرسم بتاعنا. ادي نقطة التانية التالتة الرابعة. ادوس كده البليت بالنسبة لي اترسم. طيب انا كده مش شايف البليت او مش شايف الكلوم بشكل كويس. اه خلونا اتفق ان فيه اه للميمبرز وليه الكنيكشنز. عشان تعدل الرؤية بتاعتك في بستخدم من كنترول واحد لغاية كنترول اربعة. اللي انا وقف عليه ده كنترول واحد بيزهر لي بتاعتي كأنها كنترول اتنين بيبدأ يزرها لي بشكل اتقل شوية. كنترول تلاتة بيزهر لي بتاعتي كلها لون واحد. بيكون اللون آآ الرمادي الباحث زي ما حضركم شايفين. كنترول فور بيبدأ يزهر لي بتاعتي آآ باللون بتاعها مصبوط. فاحنا هنشغل على كنترول اتنين عشان نقدر نرسم بتاعي. طيب انا كده رسمت في البلان. عايز اتأكد ان هو في بالنسبة لي مصبوط. لو انا رجعت هنا. ومسكت بتاعي هلاقي معمول في الميدل. لكن لو انا رجعت هنا للآآ للبيتيلة بتاعتي هلاقي ان البوتوم اوف بليت على بتاعي. نرجع تاني للتيكلا. تعالوا نظهر هنا بتاعينا. هنتكلم عن كل ده بالتفصيل ان شاء الله. طيب انا بالنسبة لي لازم يكون البوتوم بتاعه على البي او بي. لو انا مسكت البلايت اقدر اعدل من البوزيشن او ان انا اعمل له موف. بمعنى لو انا جاء الله دلوقتي دست توكليك. هلاقي البوزيشن بتاعه في البيبس ميدل. لو انا غيرت الميدل وخلصتها مسلا بهايند موديفاي. خلى التوب بتاعها هو على البي او بي. طب لو انا عكست وعملت الفرونت ودست موديفاي. جاب لي التوب دلوقتي فوق البي او بي. تمام طب هل هيفضل البلايت والعمود ما بينهم كده? مفروض ان انا دلوقتي اعمل للعمود عشان ما يبقاش موجود جوه البلايت ويبقى ده بالنسبة لك لاشي. طب عشان اعمل بتاعي تعالى من هنختار يا اما بوليجون كات او لاين كات او بارد كات. البوليجون كات والبارد كات واللاين كات هيعملوا لي نفس القات نفس الكلام في الفيت باردين. هنختار مسلا ولياكن بعد كده هنختار العمود. بعد كده هنختار بتاعي اللي هيكون على اول البلايت. بعد كده هختار الجزء اللي هتعمله كده اول المفروض ان احنا هنشغل عليها. طيب من نفس ده هنكمل الشغل بتاعنا. تعالوا كده نرجع للباور بوينت بتاعنا. عندي على الفلانجة بتاع العمود. ومتقررين اه مرتين. يعني انا عندي فور بليتز. فانا في الوجه هنا هرسم التو بليتز وعمل لهم قبيل. البليت دوت خمستاشر في اه مية واربعين. نفس الكلام على اليمين وعلى الشمال. بالابعاد الموجودة بتاعته. انا عندي هنا تلاتين. عندي اربعين. اه الحفر الرقاصية والتوتل بالنسباني متين وسبعين. تعالوا نشوف نقدر نرسم بتاعنا ازاي. في اه كزا طريقة. في ان انت تستخدم او انك تعمل. تعالوا نشوف الطريقتين. هنعمل اول طريقة ان احنا هنعمل بتاعتنا. هنعمل على بعد ميتين وسبعين من البليت. هنعمل على بعد تلاتين من الفلانجة بتاعت العمود. هنعمل على على بعد اربعين من البليت بتاع العمود. تعالوا كده اول حاجة هنعمل هاجي اعمل خط على بعد ميتين وسبعين. طب عشان اعمل خط على ميتين وسبعين. هل انا محتاج ان انا ارسم الخط مسلا على البليت بعد كده اعمل له ميتين وسبعين. لا انا ممكن عن طريق كنترول اند كليك. اقدر اعمل الخط بتاعي او كمان الميمبرز بتاعتي على البعد اللي انا عايزه. تعالوا نشوف ازاي. دلوقتي انا عايز اعمل الخط بتاعي على بعد ميتين وسبعين. هاجي هقف على النقطة دي. عايز اطلع لفوق ميتين وسبعين. بكونترول وكليك شمال. هو كده بيقول لي انت عايز ترسم على بعد كامل. لو انا دلوقتي كتبت ميتين وسبعين. قال لي هنا انتر انو ميريك لوكيشن. فوقت له متين وسبعين. ودست انتر. هو كده هيبدأ الخط بتاعي او بتاعي على بعد ميتين وسبعين من البليت. مجرد ما دوس كليك التانية هو كده رسمني بتاعي على بعد ميتين وسبعين. لو انا عايز اتاكد دست ميجر. هلاقي ادي ميتين وسبعين بتاعتي. طيب. نظهر عشان بس ما تختفيش. انا كده رسمت اول خط اللي هو ميتين وسبعين. الخط التاني على بعد تلاتين من حفة العمود او فلانجة العمود. نفس النظام. هاجي من الميتين وسبعين. همشي كده تلاتين. ودوس انتر. هعمل عايز اطلع اربعين من بتاعي. كنترول اند كليك اربعين انتر. يبقى انا كده قدرت ارسم ال الان عايزة. هل انا كده محتاج اي ممكن ان احنا نعمل بتاعتنا. الخمستاشر دي السمك بتاع العمود. المية واربعين اه بالاسنتاج بتكون المسافة من فلانجة العمود لاخر السفن. طيب تعالوا نرسم الخط اللي هو مية واربعين من الفلانجة بتاعت العمود. نفس الكلام كنترول اند كليك هعمل مية واربعين انتر. يبقى انا كده احدد بتاعتي. طيب تعالوا كده نرسم بتاعنا. من ستيل هرسم. ولكن اتاكد ان هو اه بلايت خمستاشر. ادي اول بوينت هتكون هنا. ادي تاني بوينت. ادي كده التالت بوينت اللي هي التلاتين بعد ما رسمت الميتين وسبعين رسمت التلاتين. بعد كده اختار الفورس بوينت والفورس بوينت. يبقى انا كده حققت الاربعين. ممكن بعد كده ادوس سكرول هلاقيه رسمني البليل بتاعتي. ادوس كنترول اتنين هلاقيه رسم. طيب تعالوا كده نتأكد ان المسافات بتاعتنا مزبوطة. لو انا جيت هنا من ميجر. بست الطول ده هلاقيه تلاتين. بست الطول ده هلاقيه المية واربعين. فقيس طول ده هلاقيه متين وسبعين. وانا كده هتأكد من المسافات بتاعتي الخاصة بالبليل. نرجع تاني. ادي التلاتين. ادي الاربعين. ادي المتين وسبعين. والطول ده بالنسبة لي هو المية واربعين. يبقى احنا كده قدرنا نرسم اول بليل قدامنا. طيب هل انا محتاج ان انا ارسم اللي موجودة. اه ممكن ان انا استخدم اوامر الكوبي. بمعنى لو انا دلوقتي عايز اعمل كوبي للبليت دوت الناحية التانية. ممكن استخدم كوبي مرور. لو دست اكليك يمين. قبي سبيشيال ميرور. واخترت الفيرست بوينت اللي هو منتصف العمود. على منتصف العمود. دست. طبي. نقله لي على العمود. ولكن هو ما نقلوش لسبب. لان انا هنا دلوقتي شغال على الخاصة بالمشروع. لو انا عايز اشتغل على بتاعي. نقدر نعمل. بمعنى. لان انا دلوقتي عايزا من هنا لهنا سواء بالكوبي او بالنوف. لازم اعمل بتاعتي. اتكلمنا في المرة اللي فاتت على او بتاعنا. اه وتكلمنا ازاي اقدر اعمل بتاعتي. اقدر اعمل عن طريق او كلمنا عنها المرة اللي فاتت. وانا هنتعرض لها مع الشوق. انا دلوقتي عايز اعمل بتاعتي على اللي انا واقف عليه دلوقتي. دلوقتي لو انا اخترت بعد كده قال لي اختار اللي انا واقف عليه دلوقتي. دوست. كده عمل لي على الفيو اللي انا واقف عليه دلوقتي. اقدر دلوقتي اعمل الخاص بتاعي. دلوقتي همسك البارد. ابدأ يقولي اعمل ادي الفيرس بويند. ادي السكندر بويند ادوس. قبي. اعمل لي القبي بتاعي. طيب هل اللي انا عملتها هل هي اتعاملت مظبوط طبقا للديتيل? بمعنى ان انا لو شفت دي في البيلين هلقيها في نفس المكان اللي هي موجودة فيه في الديتيل? الحقيقة لا. طيب ازاي نتاكد من ده? هنرجع للبيلين اللي احنا عملناه الخاص بالعمود. بعد ما عملنا لو انا بصيت هنا في بتاعي. هلاقي هنا ان البليت بتاعي اترسم في نص العمود. بس هو في الحقيقة مش في نص العمود. هو على بعد معين. لو انا رجعت هنا على بتاعي هلاقيه فروم سنتر اوف بليت للسنتر اوف كولوم هلاقيه على بعد تسعين. طيب ازاي نعمل المسافة دي? عادي جدا هنقدر نروح على اللي احنا عاملينه للعمود. انا عايز يبقى موجود من السنتر بتاعه على مسافة تسعين. طيب همسك اول حاجة. همسك البليت دوت واخليه مدل. ادوس موديفاي. نفس الكلام. همسك البليت دوت واخليه مدل وادوس موديفاي. انا دلوقتي عايز اعمله امسك التوبليت دولة. اعمل له في اتجاه الواي بقيمة تسعين. لو انا دلوقتي عملت اه من الموف لينير كتبت القيم على طوله دست موف. هلاقيه بيتحرك في اتجاهها غلط. لان انا غيرت الورك بالنسبة لي. تعالوا كده نشوف. انا دلوقتي عايز اعمل لهم موف في اتجاه الواي بقيمة تسعين. هنعمل في اتجاه الواي هعمل تسعين. وادوس موف. بص تحركوا في مكان تاني. يبقى انا لازم ارجع الورك بلين بتاعي عشان ما اقدر اعمل الموف والقابل بتاعي. اعمل اكس منت. هدوس كنترول زد عشان ارجعهم تاني. عشان ارجع الورك بلين بتاعي لل اكس واي زد بتاعي او للجلوبال كوردينتز. هاجي من بلين. هعمل بلين. بعد كده هدوس تشينج. يبقى هو كده رجع الورك بلين الاساسي بتاعي الخاص بالموديل. تعالوا كده نجرب ندوس بقى موف على نفس التوبليس بنفس القيمة في الواي. اول ما ادوس الموف اعمل لي الموف بتاعي مصدر. طيب انا عايز بقى اخدهم لتحت. انا عندي المسافة من البليت للعمود تسعين. يبقى انا عايز اعمل موف تسعين تاني يبقى انا عايز اعمل موف مية وتمانين. بما انا صح انا عايز اعمل مية وتمانين. الموضوع بكل بساطة انا دلوقتي اعمل هاجي في اتجاه الواي. هعمل مية وتمانين. واحد. هدوس. اعمل لي بتاعي. يبقى انا كده ادرت بكل بساطة اعمل بتاعتي ادرت اعمل اللي موجودة كمان على الخاصة بالعمود. طيب في حاجة كمان لو احنا ارجعنا تاني للديتيلة هلاقي فيه زي عمود اه صغير او بنقول عليه حاسمها الشيركي. ده اللي بيكون اه في الخرصانة بتاعتي. عشان عشان بين وبين الكونكريت. تمام كده? طيب. اه لو جينا اتكلمنا عن الشيركي ده وتلاعبه زي. لو احنا بصينا كده على الشيركي ده. هلاقيه بارتفاع ميتين متقاس من البلايت او متقاس من الفيجن زيرو. الصوت في مشكلة ولا تمام? ممكن تكتبه واحد في الشات. تمام. تمام. طيب اه نكمل يا شباب. اه رسم الشيركي انا ممكن اعمله بامر القولم بتاعي. تعالوا كده نشوف اه نقدر ازاي. لو انا دلوقتي رجعت على التكلة. وجيت من امر اخترت امر القولم بتاعي. هسميه ولياكم مسلا شيركي. البارت بتاعي البروفايل بتاعي كان. لو انا رجعت تاني. هلاقي البروفايل بتاعي هيكون اه كان مية واربعين على ما اتذكر. هو غالبا مش موجود لنا في النتيل. لا هو موجود. مية واربعين. اكتب اتش اي اي مية واربعين او ان انا اقدر ادخل من البروفايل تتلك بالنسباني. زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت. الماتريال بالنسبالي هتكون اس ميتين خمسة وسبعين جي ار. القلص ممكن اخليه اه قلص مختلف عن المين بارت ولا يكون ستة. هتدي له مسلا ما يكون هنا اه اس الف واحد هتدي له اس الف واحد او خلينا هنا او خليه الف واحد مش هتفه. اه بعد كده هتدي له الطوب والبوتوم بالنسبالي البوتوم هيكون مينس متين من الليفل الطوب هيكون زيرو. بعد كده هعمل بيك بوزيشن. هلاقي رسم الشير كي بتاعي. طب انا عايز اتاكد ان هو رسمه مزبوط. هروح للدي تيلة بتاعتي هلاقي الشير كي اترسم مزبوط. لو انا رجعت هنا للدي تيلة بتاعتي هلاقي اترسم مزبوط. بنعمل الشير نسبالنا عن طريق المجر. من البلايت. دي العمود. هلاقيه متين في الاتجاه الرأس. يبقى احنا كده قدرنا نرسم الشير كي. قدرنا نرسم البلايت. قدرنا نرسم البلايتس اللي حوالينا في لونجة العمود. تعالوا نتكلم في النقطة اللي بعدها. هي ازاي اعمل البولتس وازاي اعمل الويلتس. اول حاجة هنتكلم معنا انك ازاي بتعمل البولت. البولت يستخدم انك عايز تربك بين اي والتاني عن طريق المسامل. عشان بتعمل البولتس بتاعتك بتختار بتختار وبتختار وبتختار بتاعه. وبعد كده تتبقى تتدي له الخاصة به. تعالوا نشوف ازاي نقدر نعمل البولتس بتاعتنا وازاي نقدر نعمل بتاعيها. دلوقتي عايز اعمل البولتس بتاعتي. نفترض مسلا ان انا عندي بلايت وبلايت وعايز اعمل ما بينهم بولت. لكن انا اعملهم في مكان خارجي مسلا. عندي مسلا وليكن آآ هعمل ستيل بيم. افتار البيم دي مسلا. آآ بيقل مسلا عشرة في مية. وليكن. تمام? هاجي هعمل لها آآ كابي. مسلا من هنا. لهنا بس. سوري. دولتي نختار بالنسبة لي. بعد كده اللي هو اللي يطلع مع البولت. بعد كده هدوس عشان انا كده بالنسبة لي اخترت كلها. بعد كده وليكن اختار مسلا من هنا. هدي هيكون العمودة عليها. هو كده رسم لي البولتس ما بينهم. ابدأ ادوس على البولتس واددي له بتاعته. دع له كده سريعا نشوف ايه هي الخاصة بالآآ بالبولت. اول حاجة بالنسبة لي بتاعه. اقدر ادي له اللي انا عايزه من اول عشرة لغاية تلاتين. انا مثلا نغير ده نخليه عشرة. بالنسبة لي هو اقدر اختار اي انا بشتغل عليه. وليكن مسلا هندي له ال اه ال اي تلتمية خمسة وعشرين ام. البولتس بالنسبة لي حاجتين. يا اما سايت يا اما آآ ووركشوب. السايت بالنسبة لي ده معناه ان البولت دوت هيتم تركيبه في السايت. النوع التاني اللي هو اللي هو المصمار دوت هيتم تركيبه في الشوب او في المصنع. هنخليه طبعة سايت زي ما هو. آآ بعد كده بنتكلم في دولات غالبا مش بنجي ناحيتهم كتير. تعالوا كده ندوس موديفاي. هو دورات يخليه عشرين. هنحن دوراتي مسلا عايزين نخليه ستة اشفة. ودوسنا موديفاي. تمام كده? طيب. آآ بعد كده هنا عندي في بتاعتي بيقول لك اختار البولت بتاعك آآ فيه كم نط وكم وشر. النط الخاصة بالبولت هي اللي هي بيتقال عليها الصامولة بمعنى صح في المصمارة. الوشر هي معنى صح بتقال عليها الزهرة او الوردة. بتقال عليها كده في المواقع. طب انا كده بالبلد دي عايز كم صامولة وعايز كم آآ وردة. بابدأ انا اللي اختار. عن طريق الوشرز بتاعتي اقدر احدد كم وشر انا عايز. انا كده مختار وشر واحد. قالوا كده اختار وشر تانية. ادوس موديفاي. لغالق الوشرز خالص. طيب لو انا دلوقتي عايز ادي وان وشر. ادي تو وشر. دست موديفاي. عملي اكتر من وشر. ده ده كده بالنسبة للوشرز. لو انا دلوقتي عايز اعمل وان نط فبا دلوقتي اريد دي عامل وان نط. لو انا عايز اخليهم ودست موديفاي. عملي صامولة ثانية. طيب انا اقدر اعمل وادر اعمل الوشر. الوشر دي هي لو انا عايز اعمل وشر آآ قدام العمود. لو انا دست موديفاي عملي وشر ثانية قدام العمود. تمام كده? طيب. آآ بعد كده ابدأ ادي له البوزيشنز آآ بتاعتي في الاكس او في الواي. تعالوا بس نتكلم عليها بعدين. عايز بس ادي له البوزيشنز بتاعي عشان يبقى بين البورتز. عشان اخليه بين البورتز عن طريق البوزيشن. بابدأ العب في بدل مسلا اخليه ادوس موديفاي. هو كده عملي ما بينه. عايز ارفعه شوية عايز اه خليه تحت شوية عايز اعمل اكتر من بولت هنبدأ ان نشوف نعمة السابق. طيب. نرجع تاني بس سريعا. آآ في الواي. دي بابدأ ادي له المسافة بتاعتي في الاكس او في الواي. بابدأ احط اكتر من بولت. وليكن. انا دبت لو خليت دي مسلا خمسين. وخليت هنا خمسين. ودست هو كده عملي عملي من البولت هنا للبولت هنا مسافة خمسين. ومن البولت اللي هنا للبولت اللي هنا مسافة خمسين. سواء في الاكس او في الواي. طيب البولت بالنسبة لي زي ما حضركم شايفين هو كده بادئ من الصفر. طيب انا عايز اخليه اطلع فوق شوية. آآ قبل ما اشوف النقطة دي تعالوا نتكلم في حاجة اسمها التوليرانس. التوليرانس هو السماحية بتاعتي بين البولت وبين الهول بتاعته. بمعنى مسلا انا دلوقتي البولت بتاعي مسلا وليكن ستاشر. انا عايز الهول اللي يدخل فيها البولت وليكن مسلا عشرين. يبقى التوليرانس بالنسبة لي هو الهول ناقص البولت. يعني انا دلوقتي اقدر اعمل التوليرانس اربع ميلي. يبقى انا كده اعمل هول عشرين ميلي. واعمل البولت بتاعي ستاشر. ده كده التوليرانس. زي ما اتكلمنا اتكلمنا هنا في بالنسبة لي. طيب. لو انا مسلا خليت دي الخمسة وعشرين. وجيت في الادبس يدخل مسلا خمسة وعشرين. ودخلت مدفوات. بيبدأ يحرق لي البولت بتاعتي مع الاتجاه بتاعي. اللي يحرقها لي في المانس خمسة وعشرين يبدأ يحرقها لي. رجع دي صفر ورجع دي صفر. هدخلت مدفواتي تاني. طيب. اه ده وقت انا باستخدمه في ايه? هو اخر حاجة هنتكلم فيها وهتكلم سريعا احنا عملنا اي تاني. بالنسبة لنا هو في الاكس او في الواي او في الزيد لو انا عايز ارفع البولت بتاعتي لفوق او لتحت يمين او شمال. لو انا جيت في خمسة وعشرين. هو كده رفع البولت بالنسبة لي. طيب الناس اللي مش متخيلة تعالوا كده نعمل. اه للبورت دوت مسلا وليكن هاجي مسلا هلغي الجزء ده. هلغي كمان التوب. انا عايز الجزء ده. ايدي كده قدام بعض وادي البولت بتاعتي. دلو انا دلوقتي يواف على البولت بتاعتي مسافة خمسة وعشرين هي المسافة اللي عمله من البولت لغاية النقطة البداية. الآن كده بس نرجعها صفر عشان نتخيل اكتر. هو كده دلوقتي على البداية طبقا للتوبينز اللي انا اديتها. والخمسين اللي انا كتبتها في الاول اللي هي بولت ديستانس اكس وبولت ديستانس واي. هي المسافة بين البولتس. لو انا زودت في المسافات بيبدأ يزود لي في البولتس. يعني لو كتبت خمسين هنا وخمسين هنا. ودست بيبدأ يعمل لي البولتس بتاعتي. نرجعها تاني مسلا خمسين. ونخلي دي مسلا خمسين. كده عمل لي البولتس بتاعتي في الاكس او في الواي. لو انا دست هنا صفر ودست اعمل لي البولتس في الاكس. لو انا عملت هنا صفر وعملت خمسين اعمل لي البولتس بتاعتي في الواي. لو انا مسلا ادت لها بتاعتي خمسة وعشرين ودست يبقى هو كده تعالوا من ادي بالنسبة لي من البولت للبداية ادي الخمسة وعشرين ادي من البولت ادي الخمسين. احنا كده فهمنا ده كده بالنسبة لل دي اكس. طب هل انا قدر من دي واي قدر ادي له مسافة? لو انا مثلا قديت له عشرة. بيبدأ يعمل له زي روتيشن. احنا غالبا مش بنحتاجها. من الزيت اللي انا مثلا قدر له هنا عشرة دوس موديفاي هيبدأ يعمل زي روتيشن لبداية البولت بمعنى لو انا دي الوقت اديت له عشرة في الستارت و اديت له كمان عشرة في الاند ودوس موديفاي مساكل البولت كلها هيداها بعد عشرة. طب ازاي نتأكد? طب كده اللي انا قلت مثلا منجر. اختار ادي اول بوينت و ادي تاني بوينت. ادي العشرة اللي احنا اتكلمنا عليه. طيب سريعا عشان بس الناس اللي تاهت مننا. انا اول حاجة لما رسمت التوبليتس. بعد كده اخترت من ستيل. اخترت الامر بولت. تمام? اخترت بعد كده التوبليتس بالنسبة لي المين والسكندري رسم لي التوبولتس. اخترت بتاعي. اخترت الستاندرد بتاعي حسب المطلوب. اخترت هو سايت ولا اخترت فيه كامنط او كاموشر. لو انا دلوقتي عملت ودوس موديفاي باقي مش بولت. ودي ان شاء الله اللي احنا هنشتغل عليه. دوس ثاني ودفاي. اقدر اختار هو اه فيه كامنط وفيه كاموشر. ابدأ ادي له المسافات بتاعت البولتس بتاعتي في وده كده البولت جروب. تعالوا كده بس نعمل اه هيد. ادي كده البولت جروب. بعد كده الهولتس بالنسبة لي بديها بتاعتي. وقدر لو عندي اكتر من بارت انا عامل عليه اقدر اعمل اكتر من ده كده سريعا الهولز بتاعتي. بعد كده بتاعتي مش من استخدامها كتير. بعد كده اللي اتكلمنا عليه اقدر اعمل بتاعتي في او في عشان لو عايز اعمل معين للبولتس. ده كده اختصار شديد ازاي تقدر تعمل بين اه في اي سؤال في نقطة قبل ما انقل على النقطة اللي بعدها. لو حد عنده اي سؤال يا شباب في نقطة ممكن يكتب. تمام طب كده ما فيش اي سؤال. طيب تعالوا نطبق اللي احنا تعلمناه في البولتس على اللي احنا المفروض نعمله. تمام. طيب هابسك دي كلها واعمل لها انا هدلت المزيدة كله. تعالوا نعمل التطبيق بتاع البولتس اللي احنا عملناه على زي ما اتكلمنا عشان بتدوس كنترول تاب. هرجع تاني. طيب. حاجز اعمل البولتس بتاعتي او الهولز بتاعتي اللي موجودة. تعالوا كده نرجع تاني لالا. الديتيلة. انا عندي دلوقتي في سكس هولز. تمام? سكس هولز دولت الديامتر بتاعهم اتنين واربعين. والانكورز اللي هتتحط فيها ستة وتلاتين. المسافات بتاعتهم اه مية مية وخمسين مية وخمسين. المسافات بتاعتي في الاكس هتكون مية ربعمية وخمسين. تعالوا نشوف ازاي نعمل الهولز اللي هما الستة دولت على الديكلة. طيب خلنا نتفق ان احنا دلوقتي عشان نعمل الهولز احنا اتكلمنا ان احنا بنعملها بنتو بارتس. طيب هلا اقدر اعملها على بارت واحد بس سواء هول او بولت اه اقدر اعملها. لما جينا قال لنا بيك بارتسو بولت وبيك بارتسو بي بولتت. لما جينا اخترنا بيك بارتسو بولتت خلنا ممكن نختار اكتر من حاجة. لا احنا ممكن ما نختار ان لا. ده هيبقى كده بولتت مع نفسه او مع نفسه. تعالوا كده نشوف ازاي. لو انا رجعت هنا تاني. هقفل بس ده. هقفل ده. هقفل ده. هجيبتي كده على جنب. هاجي اختار البولتس بالنسبة لي. بيك بارتسو بولتتو هختار البليت. بيك بارتسو بي بولتت. انا مش اختار اي بارتس هيكون بولتت معا. هدوس سكرول. يبقى انا كده مش عايز اي بارتسو بي بولتت معا. بعد كده هيقول اختار ادي اول نقطة. استخدم ادي تاني نقطة. ابتدأ يرسم لي المسامير بتاعتي. هنبدأ. نعدل بتاعتها. انا اول حاجة عندي البولت بالنسبة لي كام? ستة وتلاتين. زي ما هو في الديتيل هنا. بالنسبة لي هنا مش هفرق لان هو هيكون بالنسبة لي هول. برضو البولت طايت مش هفرق معايا كل الكلام ده. طيب هل هو بالنسبة لي بولت ولا هول? لو هو بولت بسيب البولت متعلم عليها. لو انا شلت البولت وضست خليها لي هول. طيب ادي كده دي اول حاجة. نتكلم بعد كده عن البولت جروب. الديستنس بتاعتي في ال اكس وفي الواي طبعا انا مش عارف احدد الديستنس بتاعتي وهو في البيزيشن ده. فانا هاجي على البوزيشن هبدأ ازبوطه. اجي من بدل طب اختار فرونت مسلا وادوس كده هو عمال لي بتاعه. اقدر احط بتاعتي بشكل مزبوط. هنصفر بس البوينت دي البوينت دي البوينت دي. تعالوا كده نبدأ نحط الابعاد بتاعي. اول حاجة عندي الاكس. لو انا دلوقتي الخمسين ديت هي المسافة من البولت ده او الهول ده للهول ده. طب اعز احط المسافة المضبوطة بتاعتي. لو انا رجعت الديتيلة هلاقيها كام? انا عندي مية وخمسين ومية وخمسين. طيب. لو انا كذبت كده مية وخمسين. سوري. مية وخمسين مسافة مية وخمسين زي ما كنا بنعمل في الجريتز. ودست موديفاي. ادي كده المية وخمسين اللي احنا اتكلمنا عليه. طيب. عايز احط الديستنس بتاعتي في اللي هي المسافة دي. اللي هي الربعمية وخمسين. جيت هنا اكتبت ربعمية وخمسين. ودست موديفاي. كده هو عمال لي المسافة بتاعتي اللي هي ربعمية وخمسين. طيب. انا كده حطيت الهولز بتاعتي في الاكس وفي الواي. عايز اديهم بتاعتهم. فاحنا كده عملنا الهولز عملنا الديستنس في الاكس وفي الواي. ادي كده البولت جروب. طب الهولز. احنا كنا عاملين البولت ستة وتلاتين. وهو طالب مني الهول تكون اتنين واربعين. يبقى طولرنس بالنسبة لي هيكون ستة ميلي. لو انا هنا اخترت رخب ستة. ودست. كده بالنسبة لي بقى اتنين واربعين. طيب. بعد كده. بعد ما عملت الهولز. اخر حاجة هتدي له بتاعتي في الاكس او في الزد. لان انا دلوقتي اديت له مسافة الاكس اللي هي المية. دوست هنا مية. واخترت كده اتحرك المسافة المية بتاعتي. كده مش محتاج ادي له اي او في الزد. تعالوا كده بنعمل سريع على المسافة دي. لو انا عملت من هنا لهنا. ادي المسافة بتاعتي المية. لو انا عملت من هنا اللي هنا ادي المية. لو انا رجعت ادي المية وادي المية. تمام كده? يبقى انا كده اقدرت اعمل الهولز بتاعتي. ده كده بخسار شريط ازاي بتعمل البولس او الهولز بتاعتك. تعالوا كده بنعمل الهولز اللي موجودة عندي هنا. انا عندي الهولز بتاعتي على بعد اه خمسة وعشرين وخمسة وعشرين في العمود هنا. عندي هنا على بعد خمسين وخمسين. طيب هم من البداية هيكونوا كام? هم من النهاية هيكونوا كام? طيب في البداية عشان تعمل اللي في النص دولت مش بيتعملوا في آآ نفس الشكل بمعنى ان انا برسم الهول دي لوحدها وبرسم الهول دي لوحدها. او ممكن اعمل آآ او اعمل لها زي ما انا عايز. طيب لو انا عايز ارسم الهول دي. تعالك انا نشوف الهول دي على بعد تاني. انا عندي المسافة دي خمسين. وعندي نص المسافة دي متين وخمسين يبقى بتاعها على بعد تاني. وهي قيمتها آآ داية اربعين. هنشوف هنعمل ازاي اربعين با كانت مش هتفرق بالنسبة لي. تعالوا نرسم الهول دي. ونشوف ازاي نرسم الهول اللي بعدها. بمعنى تعالوا كده. هعمل التاني. امر البولت. بس هدوس عليه توكليكس. ابدأ اول حاجة عندي ده ستة وتلاتين مش هفرق معي. هاجي في البولت مش هدي له اي بولت جروب هيكون سفر سفر. هاجي البوزيشن بلين برضو مش هاجي ناحيته. الهولز بدل ما هي ستة اخليها اربع عشان يبقى ستة وتلاتين زايد اربعة يكون اربعين. نفس الكلام هيكون هول ما انا كده عدلت البولت جروب وعدلت الهول. نفس الكلام بعد كده اه هعدل البوزيشن او هعدل بالنسبة لي. احنا قلنا هيكون متين في تعالوا كده نبدأ هنرسم. اخترت اختار اعملت اه سكرول. اه هو هنا بس اعمل لي دابليكيت للآآ. تعال جلنا نسمي البولت تاني. هعمل اي ستة وتلاتين دي مش هتفرق معي خلاص. البولت جروب هخلي هنا صفر. خلي هنا صفر. الهولز هخليها اربعة. البداية بالنسبة لي هنا هتكون اه مثلا متين. ادي اختارت البليت دوسط سكرول. فرست محتاج ان انا اعمل لها موف في الاتجاه بتاعها الموجب اكس. محتاجة خمسة وعشرين. دي انا اتكربت هنا الخمسة وعشرين دوسط اعمل لها بتاعها يبقى انا كده المفروض هعمل الموفمينت بتاعي في الواي. لو خطرت خمسة وعشرين دوسط ما هو في السالب خمسة وعشرين بالسالب وموفلي في الاتجاه الموجب. تمام كده? طيب. تعالوا نتأكد على التغل بتاعنا. ادي كده لو انا اخترت البولتس دي. ادي ستة وتلاتين. اتنين في مية وخمسين ربعمية وخمسين. اللي صارت بتاعي على بعد مية. بتاعي كان ستة. يبقى انا كده دي كده مزبوطة. تعالوا نشايك تاني على البولت دوت. كان اول حاجة عندي ستة وتلاتين. الطولة داس اربعة يبقى ادي كده البنت هو البتاعتي اربعين. بعد كده اديت له المسافة بتاعته وهي هي المتين. المتين دي جات منين. ادي هو هنا على بعد خمسين. ونص الخمسمية امتين وخمسين. ميتين وخمسين ناقص خمسين يبقى ادي المتين. بعد كده اديت له في الخمسة وعشرين عشان يدي المسافة بتاعته. تمام كده? طيب لو انا دي جاتي عايز اعمل نفس البولت من ناحية التانية واخترت ادي البليت بس عكست النقط. عمل لي البولت من الناحية التانية. طيب. دي جاتي اللي انا بس انا عملت بولتس ما عايز اتنكد ان البولتس تقعتي دي مزبوطة طبقا للبليت. عن طريق عندي كزا حاجة عندي عموما بيسلك في التلات اتجاهات الـ عندي المسافة الوفقية المسافة الرئاسية لو عايز ايس انجل لو عايز ايس لو عايز ايس ودي اللي هنستخدمها دلوقتي. عشان استخدم اختار هكده. اول حاجة بيقول تحت اختار البولت دي انا حاجة اختار اللي هو البليت. اول ما اختار البورت والبليت بالنسب query هيتطلع للمسافات وفقي ورأسي. لو انا بسطي على المسافات بتاعتها هلاقي مية ربعمية وخمسين مية. مية مية وخمسين مية. لو انا رجعت هنا هلاقي ادي مية مية وخمسين مية وخمسين مية. ادي المية ربعمية وخمسين مية. يبقى ان انا لو عندي مجموعة من البولتس وعايز ايسها بالنسبة لبليت او لاي منبر هي معمولة انا كده اقدر ايس المسافات بتاعتي بكل سهولة. ده كده بالنسبة للبولز وده كده بالنسبة للهولز. اه حد عنده اي سؤال قبل ما نقل النقطة اللي جاية. لو في حد عنده اي سؤال يا شباب ممكن يكتب. مش المفروض البولز دي تكون مش بولت وش معنى المصورين اللي في النص اه زجزاج. طيب هارد على اول اه جزئية. اه عشان ترسم بتاعتك لازم تعمل لها بتاعتها في بتاعك عشان لما بتاعتك يروح المصنع يقول له ان انا عندي هنا فعمل لي قطع للهول ديت في عشان يقدر يعمل لانقل رود بتاعك. ده كده اه اول حاجة. فانت بتعمل في بتاعك بتعمل مش بتعمل بولت. الانقل رود بيتم الرسمه كستيل او كبارت المنت. مش بيتعمل على انه بولت. ده بنسبة تسعة وسهين في المية بيتعمل كده. وبيتعمل الانقل رود بترسمه عادي جدا بترسمه امر او بيم. بتختار البروفيل بتاع الانقل رود بتاعك وبترسمه بكل ده كده بالنسبة للانقل رود. ايش معنى المصمرين اللي في النص زجزاج ده عادي ده هو بيقول لك السموم لي هنا. هو هناك تو نبر ده فور فهو اختار ان هما يكونوا بالابعاد دي بس. فتمنى اكون جاوبتها على سؤالك يا بشمانس. تمام كده ولا فيه اي سؤال تاني? تمام اشكرا. طيب احنا ممكن كده ننقل على النقطة اللي بعدها اللي هي الويلتز. بعد كده هنتكلم اه ممكن ندي بريك مسلا خمس دقيق ولا الحاجة. طيب اتكلمنا عن البولتز تعالوا نتكلم عن الويلتز بستخدمها في اللحام بين اي والتاني عشان يطلعوا مع بعض في واحد آآ وانا بعمل لهم آآ في البصنة. اللي حضركم شايفينه دلوقتي عشان دي انواع الويلتز اللي موجودة قدامنا. آآ فيه اللي هو السكوير السكارف البيفل الفيلت. الاج وهكزا. من كل واحد فيهم بيكون ليه استخدامه? احنا الاستخدام بنسبة آآ ممكن اقول لك سيتين سبعين في المية. من اللي انت ممكن بتعملها سواء او اي امكان. بتستخدم وبتستخدم دول اللي احنا هنتعرض لهم بالوقتي. تمام كده? آآ تعالوا نشوف ازاي آآ نقدر نعمل الويلتز. قبل ما نعمل الويلتز بتاعتنا. ده بيكون شكل الويلت في التكلام. طيب ايه ده بالنسبالي? اول حاجة انا بديله نوع الويلت. وبديله قيمة الويلت بالنسبالي. بعد كده اختار لو ليه انجل معينة. ده في حالة البيفل جروف. بابدأ اديله لو ليه معين او ليه شكل معين. هنبدأ ان نعرف ده يعني ايه? بعد كده بختار لو هو ليه معين. بختار لو هو ولا لأ. هنبدأ نشوف هو ده ايه? بجلل لو انا عايز اكتب جنبه معين. طيب تعالوا نشوف ازاي نقدر نعمل ده على التكلام. هنبدأ نفهم ايه كل جزئية من دون. بمعنى. هنبدأ نرجع تاني على برنامج التكلة. دلوقتي لو انا عايز اعمل بتاعتي على البرنامج. تعالوا كنا نرجع بتاعتنا. هلاقي ان الويلت بالنسبالي البليت مع العمود في قيمته عشرة على التو سايدز. تعالوا نشوف انا احنا نقدر نعملهم ازاي. لو انا دلوقتي جيت على البليت والعمود دوت انا بس هجيب عشان الناس تتخيل بالشكل اكتر. عايز اعمل بتاعي. عشان اعمل الويلد من ستيل. ببدأ اعمل الويلد بتاعي. بعد كده بيقول لي يعني اختار طبعا الويلد بيكون العمود. بعد كده اختار كده هو اعمل لي الويلد بتاعي. طب انا عايز اشوف الويلد بتاعي. اللحظة. هذه الفاصل. ده كده الخاص بالبرنامج. هنبدأ نعرف ايه بتاعتنا بس قدام شوية. طيب دلوقتي دي كده تعالوا نشوف ايه هي الخاصات بتاعها. اول حاجة انت بتعملها بتلاقي انك بتختار نوع الويلد بتاعك. بعد كده بتختار نوع الويلد والقيمة. بتختار الزاوية والكنتور زي ما احنا شوفنا. بعد كده لو انت عايز تكتب اي تيكست. تعالوا نشوف ده نعمله ازاي. اول حاجة. لو انا دلوقتي رجعت للديتيل. هلاقي اتنمت عشرة. مفيش زي ما هو موجود هنا. وكتب لي اسمه طب قبل ما اعمل النقطة دي انا عايز اعرف دلوقتي. ده بالنسبة ليه هو عشرة وعشرة. طيب ايه الفرق بين العشرة اللي تحت والعشرة اللي فوق. العشرة اللي تحت ده النير والعشرة اللي هتبقى فوقه هتكون يعني ايه? تعالوا مسلا مسلا انا دلوقتي عندي اختار برضو هنا اكتب القيمة دي تمانية وهنا ستة وهعمل هدوس اختار بس المسلا هيكون اكس. تعالوا نفهم كده ايه الفرق. هعمل بس حاجة ايه? هعملها. لاي اوكي. الفرق كده سريعا بين الولد اللي تحت والولد الفوق. احضركم ما حسطوا ان هتلاقي الولد اللي هنا ده كده بصريز مختلف عن ده. بمعنى. تعالوا كده نعمل المجر. ليه الولد بتاعنا دوت. على ايه ده قيمته تمانية سوري نعمل تاني. هو بس بيقوط اه من بي تعالوا بس نجيب الديتيلة. نعمل من تاني. ايه دي المجر بتاعنا. ده كده. آآ الستة. وده كده. التمانية. هو بس عشان ما لاققش بتاعتي. انا عايز الوقتي آآ اعمل الولد الستة والتمانية ده. بمعنى. انا دلوقتي لما اخترت العمود اخترت تليد. وددت له قيمة ستة والقيمة تمانية. الفرق. بسم الله. الفرق ما بينهم ان انا دلوقتي ده بالنسبة لي هو الفور سايد. البي لو ده بالنسبة لي هو her side. بامعنى. انا دلوقتي وانا واقف. الجنب الاقرب ليا هو الولد، رقم ستة ولا الولد رقم تمانية. اكيد الولد رقم تمانية. اللي هو. عشان كده هنا يلاقي قيمة dei التمانية. inventorаче fish. هلاقي قيمته الستة. المفروض ان انا لما اعمل واجي اقيس قيم الولد دوت هلاقي ده ستة وهلاقي الطول ده تمانية. طبع عشان اتأكد ان الطول دوت ستة او ده تمانية باجي بادوس كنترول اي من ويلدز اي 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 اسي سي ويلد مارك هعمله وتقفل الموديل وتفتحه تاني. طيب تعالوا كده اه نجرب نقفل الموديل ونفتحه تاني ونشوف. اعمل كليك وادوس هجي هنا هعمل عشان يلقط بالنسبة لي الخاصة بالتكلا. طبقا ان انا عدلته للاي اي اسي سي. ملحظت بس البرنامج بيفتح. اه هتكلم عن يا شباب بعد كده هدي بريك. عشان اله بس الوقت انا رحكده بقى انا حاولي ساعة ونص عشان بس الناس ما ما تذهبش. بس اكيد. ابدأ يفتح لي البرنامج بتاعي. ابدأ اختار الموديل اللي انا اعمل له قبل كده. اشتركوا في القناة. اشتركواوا في القناة. اشتركوا في القناة 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 اه بعد كده ببدأ بختار ان هو بخليهم بعد كده ببدأ احط القيم بتاعتي هو عندي بالنسبة لي عارفت منين ان هو لو انا رجعت هنا هلاقي قدامي قيمته عشرة والتكست هو يبقى انا عندي وفيلت عندي هنا عشرة ميلي وعشرة ميلي اول ما دوس يعمل لي العشرة والعشرة زي ما حضركم شايفين وانا ويفعل عملي قيمته عشرة فقدر ان انا اكتب قبل ما اكتب زي ما قلت سريعا الانجل هي الزاوية بتاعة اللحام بالنسبة لي اه حسب اللحام بيقول لك هو على زاوية كانت طرح ما مكتبش زاوية يبقى هو خلص الزاوية بتاعته صفر تمام الكونتور دوت بختار الشكل بتاعه سواء الويلد من فوق شكل مقصقيم او بشكل اه محدب او بشكل مقار حسب ما بيطلب منك حسب الاسبتس اللي بيجي لك نفس الكلام هو اه او ده خاص بالشوب الروت فيس والروت اوبنينج دي لو انت عايز تعمل اوبنينج في الويلد بتاعك او في البارت بتاعك برضو مش بنستخدمها كتير في تمام اه بعد كده اه اللينس او البيتش اللي انا عايز ادي له طول معين او مسافات معين حظات غالبات في سؤال تمام ده كده باختصار شديد الويلد هو عبارة عن ايه ده على اخر حاجة هنكتب بالنسبة لنا بالنسبة لنا لو انا كتبت سوري ودست هلاقيه هنا عملي العشرة والعشرة الويلد طب لو انا عايز اعمل الويلد بالنسبة لي هاجي اختار من ستيل اختار الويلد العمود الويلد الويلد اخرى الويلد هو بيرزل شغال معي لغسل نفس الكلام ادي طب لو انا دلوقتي عايز اعمل الويلد بين اللي هو الخمساشر والبليد التلاتين تقن ان هو قلي هاجي اعمل ادي مسلا مش يفرق معي هنلاحظ هنا ان هو عملي الويلد بالشكل ده انا عايز اغير بتاعه اخترت عملي الويلد بتاعي طيب تعالوا نشوف الويلد دوت في عامل ازاي زي ما حضركم شايفين ده كده الويلد بين البليد وبين العمود لو انا عملت الويلد التاني نفس الكلام اختار ادي البليد وبعد البليد ادي البليد وبعد البليد اه سريعا كده بس ايه الانوار اللي انا بلاقيها دي لون البرتقاني ده كده معناه في الويلد والاصفر ده معناه كده هنفهم ان شاء الله المحاضر اللي جاية ايه الفعل احنا كده قدرنا نرسم البليس قدرنا نرسم الويلد بالنسبة لنا قدرنا نعمل اه الويلد سمعيني بس كده بس نبين البلز بتاعي تمام احنا كده عملنا البلز عملنا البلز بتاعتنا زي ما احترابكم شايفين طيب اه عشان بس الناس ما تتعبش انا اه باش محمد اقدر اديهم بس بريك عشر دقايق اه وممكن نرجع تاني بعد كده في حاجة اسمها الستيل الستيل دي بتسهل علي اه شغل بين بمعنى اه احنا عشان عملنا زي ما حضراتكم شفته رسمنا بليت ابرا كده بعد كده بليت ب كده عملنا كوبية ولا موف و يكده عملنا البولز بتاعتنا او الhulls weighings بين البارتز وبعدها ولكن الكونيكشن تقفص بها كل الكلام ده تختار البارتز بتاعتك تبدأ تختار البولز بتاعتك تبدأ تختار الويلز بتاعتك عشان اعمل الكونيكشنز بالنسبالي من استيل بارتز تمام كده ببدأ ادوس على كنترول اف واختار او اختار بتاعتي لو انا اجيت هنا ودوس كنترول اف هيطلع لي الشاشة دي في برنامج التكلا. تعالوا نشوف هنتعامل معها ازاي. لو انا رجعت هنا للتكلا ودست كنترول اف هلاقي دي فيها كل الخاصة بالتكلا الخاصة بالتكلا اه مترقمة بارقام اه معينة ومتأس للتكلا بتاعتي. لو انا جيت مثلا هنا على ودست ستيل. هلاقي كل انواع اللي انا عايزها. هلاقي البيز بلايد كونيكشنز. هلاقي البيم اه كلام. هلاقي كل الانواع اللي انا عايزها. مثلا انا عايز اعمل بيم تو بيم او بيم تو كولوم. هلاقي كل اللي انا عاملها. طيب اه هل انا مطالب ان انا احفظ كل باركامها اللي موجودة في التكلا? انا رضي رؤل الحركة مستحيل ان انا قدر تعمل كده. لسبب زي ما حضركم شايفين اللي موجودة في التكلا لا عدد لها ولا حصر. اه كتير اه جدا. طيب عشان دلوقتي اقدر اختار المنسبة بين الكاميرا والقاميرا او بين الكاميرا والعمود. وخلافه. في حاجة عندي اسمها التكلا ستيل كومبوننت ريفرنس جايد. ده اه كتاب من ازلاء شركة اه تيكا. في كل بانواعها بشرح كل بين والتاني. طيب تعالوا نشوف الكتاب دوت او برنامج دوت ونقدر نوصل له ازاي. لو انا جيت هنا دلوقتي على الفيرفوكس مسلا وكتبت تكلا ستراكشور سابولت تكلا سيستيم فايلز ستيل كومبوننت ريفرنس جايد. بي دي اف. انا دلوقتي اخد ده عن الهولكو دلوقتي في الميتينج. ده كده او الجايد الخاص بنا للكونيكشنز. تعالوا كده سريعا نشوف الجايد ده وتقبار عن ايه. لو جيت هنا على الشمال هتلاقي بتاعته. الشير تاب كونيكشنز الكليب انجل كونيكشن البنتي بليد كونيكشن. فانت تقدر تختار ايه هي المناسبة لك. بلس يمسك لك كل كونيكشن كل حاجة فيها هي عبارة عن ايه? وليكن. لو عايزين نعمل مسلا اندي بليد كونيكشن. عايزين نعمل الكونيكشن دي. وليكن. هيبدأ ينقلني على هي عبارة عن ايه? بتعمل كونيكشن. بليه هو ايه? ازاي تنزل الكونيكشن? بعد كده يبدأ يشرح حالك هي عبارة عن ايه? تبدأ تنزل ازاي? 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 بيبدأ يقول لك كل حاجة هي عبارة عن ايه? وانك ازاي تعدل فيها في التكلا. زي ما حضركم شايفين بيمسك حاجة حاجة ويبدأ يشغل عليها. طيب تعالوا نطبق على عشان نفهم الموضوع بشكل اوسع. تعالوا كده نرجع للتكلا. نفترض مثلا ان انا عايز اعمل الخاصة بالبيم اللي هي تلتمية مع العمود تلتمية من ناحية الفلنج. هنطبق على الكونيكشن دي. ان شاء الله ننتسك بتاعتكم ان انتم هتكملوا كل الكونيكشن. طيب. انا دي لوقتي عايز اعمل بين الكاميرا والعمود. لو انا دي لوقتي عايز اعمل بين الكاميرا والعمود. دي المطلوبة مني عشان اقدر اعمل بين الكاميرا والعمود. زي ما حضركم شايفين هي عبارة عن قيمته خمسة وعشرين ميلي. دي البولت بتاعتي المطلوبة مني. مطلوب مني ايت بولت. قمتهم اه بتاعها اربعة وعشرين. بتاعها ايت وتسمية خمسة وعشرين ام. بدي تأكيد هيكون سايت بولت. ودي المسافات الافقية والرقصية بالنسبة لي. في نفس الوقت مديني بين الكاميرا وبين الاند بليت. تعال نشوف ازاي نطبق الكنكشن دي. اه سريعا بس نقطة اتعايز اقولها احنا كنا متفقين ان احنا من الكنكشن ماب نقدر نختار الكنكشن المناسبة لنا. ولكن انت من شغلك الكتير على التكلة هتبدأ تحفظ ارقام كونكشنز معينة. انت عارف مسلا لو عايز تعمل بين كاميرا وبين فلانجة العمود تختار كزا. لو عايز تعمل بين الكاميرا والكاميرا اه شير تختار 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 الكنكشن رقم كزا. فانت مع الشغل في ارقام معينة للكونكشنز هتبدأ تحفظها. مجرد انك تدوس وتكتب رقم تروح على طول تعملها. طيب تعالوا نشوف الكنكشن دي نقدر نعملها ازاي? بكتر الاستخدامة الخاصة بين الكاميرا والعمود اللي هي عبارة على الاند بليت كونكشن. واحنا رجعنا للتيكلا ودونا كنترول اف. هلاقي الكنكشن دي رقمها مائة اربعة واربعين. هلاقيها الاند بليت. لو انا دلوقتي دوس تكليك على الكنكشن. بقول لي تحت هنا بك مين بورت. المين بورت بالنسبة لي هنا هو العمود. بالنسبة لي هو القمر. اول ما نزل بالنسبة لي بيبدأ ينزلي الكنكشن الخاصة بالاند بليت وابدأ اعدل عليها زي ما هو مديني في الديتيل. طيب احنا كنا عايزين ما نعدل عليها نشيل الويندوز اللي احنا مش هنحتاجها. عشان لو في عندي اكتر من ناين فيوز مش هيقدر يعمل لي فيوز تانية. لو انا جيت هنا من ويندوز وعملت طايل روزونتالي. هبدأ اشيل كل الويندوز دي. انا خلاص مش محتاجة. اخلي بس. ازاي ابدأ اعدل على اللي موجودة قدامي بحيث ان انا اخليها مظبوطة زي الديتيلة اللي عندي. هاجي على الكونيكشن نفس القصة في الديفولت فيوز اوف كومبونت او سريد فيو اوف كومبونت هي هي بتيعمل لي اقدر اتحكم فيهم بشكل الكونيكشن اختار ديفولت فيوز اوف كومبونت هيبدأ يعمل لي او بالنسبة لي هو انا مش محتاجه. الفيو التاني هو او ده هو اللي محتاجه. ده كده اول انا محتاجه. اللي بعد كده هو غالبا مش بنحتاجه. بعد كده عندي ده برضو هكون محتاجه. طب لحظه كده غالبا في سؤال طيب تمام. دلوقتي انا عايز اعمل بتاعتي زي ما حضراتكم شايفين. دعنا نرجع تاني اول حاجة نبدأ نخش نشوف ايه هي الخصائص بتاعتك. دي كده الخاصة بين الكاميرا والعمود. اول حاجة هنا بيقول لي لو انت عايز مسافة بين وبين العمود. المسافة دي بتتحط لغرض ان انت لما بتيجي في الان ما بتيجي بتركب كاميرا بين عمود وبين عمود لازم يعني بيقول لك انك تسيب يقف فيه زيادة ميلي وميلي في بتاعتك عشان لما نيجي ندخل الكاميرا بين العمودين ما تخشش بالبلد كده تخشش حشر. لا هي تبدأ تدخل بكل سؤال. فلو انا كتبت هنا ميلي معناها انه هو هيعمل لي فصل للبيم بالاند بليت عن العمود بمقدار ميلي. دي المسافة دي. المسافة اللي هي الهنا والمسافة اللي هنا بيقول لي مسافة بعد الاند بليت عن الكاميرا. وبحنا كده عارفنا ايه هي الارقام اللي بتتحط هنا. دي كده في بعد كده ده هنا بيخليك تقدر تحط قيمة وتحط بتاعه الماتيريال النيم الفني. كأنك بتعمل عمر بليت بس من جوة الكنيكشن. بعد كده بيقول لك لو عايز تعمل او فتنج بليت واحنا غالبا مش محتاجينهم في الكنيكشن. ده في حالة انك لو عايز تضيف اه من بليت. بعد كده الاستفنرز الاستفنرز لو انت عايز تعمل على العمود من جوه من ناحية الفلنج تدع تختار اه تحط القطاعات بتاعته تحط الماتيريال النيم الفنيش. ده بدل ما كنت هتبدأ ترسم كل بليت لوحدة وكل السفنر لوحده وتتأكد ان هما في بتاعتهم مع الكاميرا مزبوطين ولا لأ. لأ انت كده تقدر من جوة ترسمهم. وفي نفس الوقت بعد ما تحط بتاعتهم تقدر تختار لو فيه اي اه كط فيهم لو هما هيبقوا على مسافة معينة من الفلنج او من الويب. ده كده لو انت عايز تعمل الاستفنرز. بعد كده دي تتابع لسمها الجنرل. لما بتجي بتحط بالنسبة لك عشان تقدر تعمل لها وتعمل لها لو مسلا انا كتبت دي مسلا اه اتش اي اي تلتمية او اتش اي اي تلتمية. وخطها كنترول سي وكنترول في هنا. ودوست سيف از هيبدأ يسايفها لكن خلينا نسكيب النقطة دي هكون بعد ما نعمل كلها ونبدأ نحط كل البرامترز بتاعتها. الهونش لو انت عايز تحط اه هونش بروفايل في اول الكاميرا من فوق واخر الكاميرا من فوق. تبدأ تحط البروفايل والبوزيشن والمتاريال برضو. ولكن احنا برضو زي ما قلت في هنا مش هنحتاجه. نفس الكلام لو انت عايز تعمل النوتش. النوتش هو بتعمل في سواء من فوق او من تحت. نفس الكلام احنا برضو هنا مش بنحتاجه. دي لو انا عايز احط البوز بتاعتي احط وابدأ احط بتاعي. تمام? آآ بعد كده ابدأ اختار بتاعي في الميدل ولا في خيره. وابدأ احط كمان النسافات بتاعتي. واحط اتجاه البولد واختار هو كام نوت ولا كام وش. الديزاين طيب دي مش هنيجي نحيتها. الهولز برضو دي مش هنيجي نحيتها. والانجل بولز والاناليز دي حاجات خاصة بان انت لو عايز تحط احمال معينة عشان لما تيجي تبدأ تاني على برامج الديزاين. اخر حاجة هي الويلدز. لما تيجي تختار الويلدز بتاعتك. تبدأ اللحمات بتاعتك حسب الصورة. يعني مسلا اللحام رقم اتنين هو اللحام رقم اتنين وهكزا. تمام كده? فانت كده تقدر من بتاعتك تبدأ تحط كل البرامتر بتاعتك. سواء من رسم رسم الويلدز. فانت قدرت في تقدر تعمل اكتر من امر انت كنت بتعمله ده باختصار شديد والفايدة بتاعتها. طيب تعالوا نشوف ازاي نقدر نطبق البرامترز اللي موجودة في الكنيكشن ونخليها قبل كابل مع نرجع تاني كده للديتيل بتاعتنا. بتاعنا عبارة عن اه ربعمائة وسبعين. في تلتمية لانه هو واخد كامل الكاميرا. وعندي اه تمن بلطات على بعد مئة وعشرين. يعني ستين وستين. المسافات من فوق خمسين خمسين سبعين مئة وتلاتين سبعين خمسين خمسين. والبليد قيمته خمسة وعشرين ملي. طيب تعالوا نشوف نطبق الكنيكشن دي. اول حاجة هنحط الابعاد بتاعت البليد بتاعي. والسومت. احط البوزيشن هنحط البولز بتاعتنا بابعاد بتاعتها. بعد كده هنحط بتاعتنا اللي هي اللي هنا. تعالوا نشوف هنبدأ نستخدمها ازاي. اول حاجة هنا عندي انا هسيبها زي ما هي فاضية عشان ما تقصرش على البرامسات اللي انا هحطها. ولكن مثلا انت عايز هنا تحط ملي او متحطش حسب الشركة بتاعك. نتكلم بعد كده في البليدز. البليدز عندي خمسة وعشرين. عايز تحط البي وال اتش هنا هي تلتمية في ربعمية خمسة وسبعين. حطها اوكي ما تحطاش ما فيش مشكلة. بس في بعض الكنيشنز لما بتيجي بتحط القيم هنا بتعملها فتحطها ما تحطاش تبقى متأكد انها مش هتاعت مشكلة. ولكن هحط القيمة بتاعتها تلتمية والاتش بتاعتي ربعمية خمسة وسبعين. البوزيشن نمبر هخليه عليكم بي الف واحد اختصار بليد. متريل اس سبتين خمسة وسبعين جي ار او اقدر اختارها من الماتريل كاتلوب زي ما قدامي. النام هسميه مثلا. سيب الفنش فاضي. واسيب كل ده فاضي لان انا مش محتاجه. لو احنا رجعنا تاني هو هنا مش حاطة اه مع العمور. فمش محتاج انها. فانسيبها زي ما هي كده فاضية. طب هو عامل لي للا هو مش عامل. فخلاص مش محتاج ان انا اعملها بزيرو او ان انا مسلا نرجع تاني. الجنرال زي ما قلت عملنا وبعد ما نخلص هنعمل مش عايزين هونش عشان ما فيش اي بليت فوق الكاميرا او تحت الكاميرا. نفس الكلام مش عايزين عشان الكاميرا في نخش في الجزء اللي بعد كده اللي هو البولتز. البولتز زي ما شفنا اه هو ام اربعة وعشرين ايت بولز اي تلتمية خمسة وعشرين ام. يبقى عندي بالنسبالي ام اربعة وعشرين. اي تلتمية خمسة وعشرين ام. التوراس بتاعي ممكن نعمله مسلا اتنين او تلاتة حسب اه ما يطلب منك. هنخليه اتنين. هيكون اه سايت اه بولت. بعد كده هبدأ احط المسافة بتاعتي هو في الميدل فهخلي دي صف. شرق ده ان هو في الميدل. عادة اسمها اه بوزيشن هنا او اه طب. خلنا دلوقتي بس شوية. ونبدأ نحط المسافات بتاعتنا هنا. بولتات. وعايز ابدأ احط المسافات ما بينه. المسافة بين البولت ده والبولت ده لو استها لها خمسين زي سبعين مية وعشرين. هلاقي المسافة بعد كده مية وتلاتين بعد كده سبعين زيات خمسين مية وعشرين. طيب. عايز احط البولتات بالنسبة لي بقى انا عن سبيس مية وتلاتين سبيس مية وعشرين. عايز احط المسافة اللي هي الخمسين والخمسين. ادي الخمسين وادي الخمسين. يبقى انا كده قلت له اعمل لي على الاتجاه واي. ابعدهم مية وعشرين مية وتلاتين وعشرين. عدد المسافات بيسوي عدد البولتات ناقس واحد. بعد كده حطيت الخمسين والخمسين كده المسافات الرقصية بتاعتي تمام. طيب. عايز ابدأ احط المسافات الوفقية ومسافاتهم من البليت. المسافات الوفقية عندي هي مية وعشرين على الاتنين يبقى انا عندي ستين وستين. تلتمية ونقس مية وعشرين يبقى انا عندي هنا تسعين وهنا تسعين. يبقى ستين ما ستين وهنا تسعين تسعين. هعمل هنا عندي المسافة اللي ما بينهم مية وعشرين لان انا عندي المسافة واحدة. بعد كده هكتب هنا تسعين وهكتب هنا تسعين. تعالوا كده نمسك الكونيكشن كده واتدوس بكل بساطة هو عملي الكونيكشن ولكن زي ما حضركم شايفين الكونيكشن مش مزبوطة. ليه? لان البليد بالنسبة اه واخد المكان بتاعها مزبوط. بس المسامير مش واخدها الافس بتاعها المزبوط. وهي دي النقطة اللي احنا اجلناها. لما اجي هنا هلاقي حاجة اسمها الطب ومديني مسافة. وعايز بعد المصمار عن الطب اوف بين. طيب بعض المصمار عن الطب اوف بين بالنسبة لي هو خمسين. لو انا كتبت كده خمسين بالموجب ودست عملي الخمسين من تحت. لو انا دست خمسين عملي القيمة من فوق. طيب زي ما حاركم شايفين هو هنا عامل لي او اقدر هنا ادخل اعمل له صفر صفر. هدوس على الكنيكشن تاني. واعمل شلي اللي كان في المص. طيب زي ما حضراتكم شايفين كده انا كده دلوقتي اقدرت انزل البلايت. اقدرت انزل البولت. طيب لو انا عايز قبل ما كامل ده كده بعيد عن الكنيكشن. عايز امسك الحاجات الجوة الكمبونت واتأكد. لما اتكلمنا في الانترفيس وعايز امسك اي اوبجيكت جوة اي كومبونت. من تحت هنا حاجة اسمها سليكت اوبجيكت ان كومبونت. وعدي حاجة هنا اسم امك سليكت كومبونت. لو انا بعمل سليكت كده بعمل سليكت تاع الكنيكشن. لان انا معلم عليه تحت. لو انا عايز اتأكد من حاجة معينة جوة الكنيشن اتأكد انها مزبوطة. اجي من تحت هنا عامل سليكت اوبجيكت ان كومبونت. ادي البولتس بتاعتي. لو انا دست عليها كده. هيبدأ يطلع لي البدوص بتاعتي. لو انا دلوقتي عايز امسك البلد ده وتتأكد منه. هيبدأ يطلع لي بتاعته. ونقدر اتأكد من كل الحاجة الوحدها بعيدا عن الكنيكشن برده. تمام كده? نرجع تاني نعمل سليكت كونيكشن. طب. المزافات دي بتاعتي كده مزبوطة. احنا ممكن نتأكد. ازاي? لان انا تجيت من مجر. عملت حاجة اسمها بولت سبيسين. اختار. اعمل سليكت اوبجيكت نتكون بوان عشان اقدر اختار. اخترت البولت واختارت البليت. بص كده. مية وعشرين مية وثلاثين مية وعشرين. بس عمل لي هنا ستين وعمل لي هنا اربعين. اللي احنا رجعنا لا هي خمسين خمسين. ما نعنجي هنا في مشكلة. ارجع تاني هنا للبولتس. وابدأ ازود في القيمة بحيث ان انا اخليها مع الكنيكشن. اه. ده انا دلوقتي اخليك دي ستين. ودس على الكنيكشن. اولي الاس كده معدلهاش. ليه? وده انا اصل الخطأ دوت لسبب. انت انا ما بتعدل في المسافات دي انت بتعدل في المسافات البلطات. مش بتعدل في المسافات بتاعة البلطات. طب انا دلوقتي عايز اعدل في المسافات البلطات. نرجع تاني لاول حاجة. هنعمل كنترول زت. هرجع للباكتشورز هنا. هرجع للمسافة اللي هنا. انا عايز مسافة الاند بليد عن الكاميرا كام. نرجع هنا للديتيلة. ادي مسافة الاند بليد. عن اول الكاميرا كام. خمسين زائد خمسين يبقى عندي مية. يبقى انا هعمل دي مية. هرجع تاني للبولتز. هرجع دي تاني خمسين. بوس كده اول ما دوست موديفاي. للأسف هنا عمل مشكلة. اللي هي قلت لكم عادية. هدوست تاني موديفاي. برضو نفس المشكلة. طيب لو انا دست مية ودست موديفاي تبدأ تشتغل على الكنيكشن بالابعاد بتاعتك. لحد اه ما تزبطها. طيب نفس الكلام لو انا دي لاتي عايز ازبطها من تحت. هعمل هنا وليكن مية. موديفاي كده يزبطها لبارتو. تماما. نحن نرجع تاني كده الكنيكشن. عندي المسافات بتاعتي هنا مية هنا سبعين هنا مية وتلاتين سبعين خمسين خمسين. طيب تعالوا كده نعمل ميجر ونتأكد من بتاعتنا. ولو في اي حاجة نبدأ نعدلها. عندي ميجر اول حاجة نتأكد من الرأسي. ربعمية وتسعين يبقى كده عندي في مشكلة. نبدأ نرجع على بتاعتنا. عندي ما فيه مشكلة ده كده في مشكلة. دي واي دي كده اول آآ شفناه. لو عملت ميجر بين البولتس على الافقي. هلاقيها طيب تعالوا نعمل ميجر للبولتس بتاعتنا مع الكاميرا مسلا. بولتس بيسنج قد الكاميرا. والبيم. بس هنق شوية. ميجر. بولتس بيسنج. سيلكت اختار الكاميرا. اختار البليت. زي ما حضركم شايفين. يبقى انا كده عندي مشكلة في آآ المسافات بتاعتي من تحت. انا عندي هنا خمسين. عندي من هنا لهنا مية وعشرين. ممكن تتأكد ده من المسافات بقى في النص تعمل هنا مشكل تعمل من الكاميرا. ادي دي كده خمسين. من الكاميرا للبولت. ادي كده سبعين. يبقى كده يتأكد ان الجزء اللي فوق ده هو مزبوط. بعد كده مية وتلاتين. دعنا نرجع هنا المفروض من البولت للبولت مية وعشرين. هو هنا من البولت للبولت مية وعشرين. ولكن من البولت لهنا مش آآ مزبوطة. بص لو احنا كده اسن البرتكال دستانس. وهنا طالب السبعين لغاية النقطة دي. هنا تسعين. فانا كده عندي مشكلة في البوينت دي. زي ما حضركم آآ شايفين دلوقتي لحظات كده. انا عندي كده دي تسعين يبقى احنا عايزين نقللها. انا عندي البولت من هنا على بعد تلاتين. يبقى احنا عايزين ننزل البولت ده شوية. طب ازاي? لو احنا رجعنا هنا للبولت هنلاقي المسافات بتاعتنا. بص كده مسافة البولت للآآ للبليت او للقامرة من تحت. زي ما حطنا المسافات من فوق بنحطها من تحت. آآ دلوقتي لو انا عايز احط المسافة انا عندي هنا خمسين من البولت للبوتن اوف بيم. عاو كنا نكتب مينس خمسين مسلا. نمسك الكونيكشن وندوس موديفاي. نمسك تاني ممكن نخلى دي كده خمسين. مندوس آآ آآ سوري انا انا اسف انا غلطي هنا. موديفاي تاني. تاني هنا مينس خمسين موديفاي. تمام هو كده الزباطالي. تمام? تعالوا كده نعمل تاني. نعمل تاني. مجر تاني. مجر. طيب. آآ عندي المسافات اللي هنا دي مية واربعين خمسين. عندي هنا مية وعشرين تسعين تسعين. طيب هل انا الكونيكشن على طول بتبقى مزبوطة معي? او هل المسافات اللي بحطها على طول بتبقى مزبوطة معي? لا. انت بتقعد الطبيعي انك بتقعد تشغل تبدأ تشوف المسافات بتاعتك تبدأ دحققها في الكونيكشن. زي ما حضركم شايفين انت عايز مسافة بالمجر بتبدأ تحطها بالسالب. عايز مسافة بالسالب بتبدأ تحطها بالمجر. فاللي بيحصل واحنا شغالين في ده وضع طبيعي جدا ان انت بتعمله. تمام كده? طيب نرجع تاني. احنا قلنا ادي خمسين ودي مية وعشرين. لو عملت هنا بتعمل كده من للكاميرا. انا عندي خمسين. عندي من هنا لهنا السبعين. يبقى انا المسافة دي بالنسبة للمزبوط. ادي خمسين ودي السبعين. المية وتلاتين مزبوطة. طيب انا كده عايز من هنا لهنا مية واربعين لهي المفروض تبقى مية وعشرين. ازاي بقى ابدأ ازبطها? ممكن ابدأ اقلل المسافة دي واللي يقوم مثلا تلاتين. وادوس موديفواي. بابدأ اقلل بابدأ اشتغل عليه. طيب المسافة دي مسلا عايزين نخليها مسلا. آآ. نبدأ نزبط المسافة بتاعتنا عندي هنا دي خمسين. يبقى دي كده خمسين مزبوط. ابدأ المسافة دي من البولت لهنا. عليكم اسم وليكم نخليها مينس سبعين. موديفواي. اشتغل على بتاعتي لغاية مزبوطة. مينس خمسين. وهكزا. بابدأ اشتغل على بتاعتي لغاية ما بيبقاش فيها اي مشكلة. تمام كده شباب? طيب سبعيني بس كده فيه سؤال. ليه مش بتصبط ممكن مشكلة نفسه هندسة. بص اقول لك على حاجة. دلوقتي هي مش قصة او القصة بتاعتك. انت بتبدأ تدخل بتاعتك. بتبدأ تصبط بتاعتك. تقل البرامترز اللي هي موجودة. طيب احنا ممكن احنا ممكن يعني احنا كده اوكي. احنا فاضل بس اخر حاجة لو عايز تغير اتجاه المصمار. عشان تشوف اتجاه المصمار بتاعك. دي كده مسلا النقطة. طيب تعالوا كده نتأكد تاني. انا عندي هنا عندي دي مية وعشرين بعد كده خمسين. عندي الخمسين هنا مزبوطا مية وتلاتين مية وعشرين. يبقى القصة كلها هنا بتكون تحت. انت بالنسبة لي. تمام كده? طيب اه هتكلم على اه نقطة تانية. تفضل. يعني ممكن تكون اختلافات بين ولكن انا ببدأ ازبط اه ببعضها عن طريق المسافات. طيب خلنا نسكيب النقطة دي مش هي اللي هتأثر معنا. تمام? بس احنا كده فهمنا بتاعها. طيب اخر حاجة انا عايز احطها انا عايز احط الولدات بتاعتي. باجي من الولدز اللي هنا. بالنسبة الولدز بين اه في الكنيكشن. انا محتاج اني ولد. محتاج الولد رقم واحد ورقم تلاتة ورقم اتنين. عرفتي منين? لو انا رجعت للوقت الكنيكشن. ادي الولد رقم واحد هنا ورقم اتنين هنا ورقم تلاتة هنا. زي احط الولدز بتاعتي. اه خلينا نحط نفسينا في انك هتحط قيم الولد بتاعتك في واحد واتنين واتنين مزبوط. وللاماني اما تعمل اه تصفر بتاعك او تصفر الاساس بتاعك لانك مش محتاجه. بمعنى. انا دلوقتي اللي عايز اعمل الولد بتاعي في واحد او اتنين او تلاتة. بابدأ احط القيمة بتاعتي. انا عندي القيمة هنا في واحد كام عشرة وفي اتنين عشرة وفي تلاتة سبعة. طيب هتب هنا عشرة وهنا عشرة القيمة عندي فلت. عندي هنا القيمة عشرة وعشرة. القيمة هنا سبعة. وسبعة فلت. اه شبابة سأسنكم بس اللي فاتح المايك لو سمعتم? طيب عندي بعد كده من اربعة لعشرة انا دول مش محتاجهم. فانا ممكن اديهم صفار من الاول للاخر او ان انا اجي في الطيب هنا واختار فانت ممكن تعمل دي وممكن تعمل دي. مفضل ان انت تعمل صفر وخلاص. يعني دي او دي مش هتفرق كتير او. تعالو كده نمسك الكنكشة وان ندود دي فاي. ده حطيلي الويلدز بتاعدي. طيب انا عايز اتاكد. طيب كده بس نعمل. بص كده حدودك. ادي الويلد رقم عشرة. الويلد سبعة. ويلد رقم عشرة. ده كده باختصار شريط الكنكشة. طيب انا دلوقتي زبطت البرامترز بتاعتي. عملت البليد بالنسبة لي. عملت البولت عملت الويلد. تمام كده? زي ما حضراتكم آآ شايفين كده قدرنا نعمل الويلد والبولت والبليد. طيب عايز اسيبة بحيث ان انا استخدمها بعد كده. انا عندي هنا من كتبت حاجة اسمها كونكشن كود. حطيته آآ هنا آآ فوق في الاتريبيوتس بتاعتي وعملت لسيف اس. دوس على الكنكشن هنا دوس موديفاي. سيف اس. سيف. اوكي. كده الكنكشن بالاتريبيوت بتاعتها السيفة بنسبة. تمام? طيب انا دلوقتي لو مسلا لو انا في في كده لحظة. عايز احط بقىي الكنكشن بالنسبة. اما اجي من واختار الكنكشن وانزلها عادي جدا هيبدأ يلقطها على طول. فبلا هو انا انا مش لقيتها. يعني دلوقتي ندست اوكي. فلوقتها. لو انا دلوقتي كنت في وعايز ارجع الكنكشن دي تاني. بدوس عليها كده بعمل اوكي. انا كأني كده بقول للتيكلا. انا هبدأ اعمل الكنكشن دي تاني في مكان تاني. فابدأ انا نزل الكنكشن دي بنفس البرامتال زي بتاعتي. ازاي? انا دلوقتي خلاص. انا اديك كده امر لتيكلا استخدامي الكنكشن دي. عايز ابدأ انازلها. يما ايجي انازلها من هنا من كنترول اف. او من. او من. كده اقدر انزل الكنكشن داني او ان انا نزلها من كنترول اف. لو انا من عملت كوينت تشغلها دلوقتي بالنسباني. لو انا دلوقتي دست. والسكندري بارت نزلت. المين بارت وسكندري بارت نزلت. المين بارت وسكندري بارت نزلت. نفس الكلام تبدأ اشغالة معايا تنزل في المشروع كله. فكده احنا نقدر ننزل اي يبقى احنا كده عارفنا ايا لسهي الكنكشن. اقدر استخدمها في ايه? ايه الانواع بتاعتها? ايه هو الكنيكشن ماب? وازاي ابدأ اشوف الكنيكشن المناسبة بالنسبة لي اللي اتحقق لي الديتيلا المطلوبة? وازاي اقدر في كل افهم البرامترز بتاعتها? لو انت رجعت الكنيكشن ماب اللي احنا اتكلمنا فيه او الريفرنس جايت بتاعك. يبدأ يقولك كل كونيكشن باستخدمها في ايه? وازاي اتعامل مع كل حاجة? زي ما حضراتكم شايفين? يبدأ يقولك تحط البولس ازاي? وكل رقم هو عبار عن ايه? دي مسلا واحد الافقي رقم اتنين الرأسي وهكزا. طيب زي ما قلت برضو اخر حاجة انت من الشغل بتلاقي فيه ارقام معينة بتتحفظ معاك. عايز اعمل بعمل بعمل مية ربعة واربعين. الشير بعمل مسلا حداشر. بعمل الف واتنين او اي كان. الف الف واربعة وستين. حسب بتاعك. انت مع الشغل في ايه ارقام معينة هتبدأ بتاع فصل. طيب انا بس اه انا كده خلص تمام. قبل من اه حد عنده اي سؤال في النقطة دي. عشان هتكلم ان شاء الله عن الفيزي. لو في اي سؤال للشباب ممكن تكتبه في الشات. النقطة اللي جاية بعد كده ان شاء الله يعني كلها اه خمس زي بالزبط. في كل واحدة. تمام طب لو ما فيش اي سؤالة استاذكم تكتبوا واحد في الشات. تمام مصبوك طيب. اه سريعا كده اللي احنا فاضل احنا نتكلم عنهم. اه مش هنكامل ان شاء الله يعني ممكن نتكلم عن والنمبرينج. واممكن نأجل النقطاتين للاخرينين دولت للمرة اللي جاية. لان المحاضرة اللي جاية هكون كلها عبارة عن اول بوتس. طيب. الفيزيك سريعا كده هو عبارة عن ايه? الفيزيك لما باجي اه المشروع عندي في اكبر اكتر من زون. وعايز اقسم المشروع دوت اه لزونز معينة. عشان لما ايجي اظهرها في برنامج التكلة. البرنامج ما هنكش معايا. موديل مسلا كبير مسلا في حوالي الفين او تلات الاف طن ستيل. اه في مسلا مية طن مسيلينيس وهكزا. عشان اعمل المنشأ ده بالكامل على التكلة محتاج جهاز كبير. فانا ممكن ارسم المشروع بتاعي فيزيز. وابدأ الفيزيز دي اخدها انزلها في مشروع تاني عشان ابدأ اكمل كل فيز مع التاني. طيب عشان اعمل فيز للمشروع مسلا واقدر اخدها مسلا في مكان تاني. باجي من وابدأ اعمل حاجة اسمها اوبن فيز مانجر. بفتح لي الشاشة دي تعالوا نشوف في التكلة هي بتتكلم عن ايه? لو انا رجعت هنا للتكلة. عملت كنترول اتش. هفتح لي حاجة اسمها الفيز مانجر. ممكن اجيبها منين تاني. اجي من اه مانج وابدأ اختار حاجة اسمها هيطلع لي برضو الفيز مانجر. الفيز مانجر دي بيخليني قدر اخط اي حاجة سوى كامرة او عمود او بولت او ويلد على اي فيز. وقدر انقلها لاي مشروع تاني. طب تعالوا نشوف نعمل ده ازاي? طيب خلينا دلوقتي اه هنفسك مسلا القاميرات دي مسلا. ولكن خلينا نفسك القاميرات اللي في النص. تمام? احطهم في فيز مسلا. عايز احطهم في فيز ولكن هسا عمل فيز دي مسلا رقم اتنين. بعد ما انا عمل لهم هدوس حاجة اسمها ادي. ادي اعملت فيز جديدة. هعمل ان انا اف كده على الفيز. بعد كده هعمل حاجة اسمها وانا عامل مجرد ما ادوس يبقى كده القاميرات دي بالنسبالي اتنقلت على الفيز دي. طيب عايز اتاكد انها اتنقلت على الفيز. هدوس كده برا. وانا واقف على الفيز هعمل حاجة اسمها عايز اتاكد دي موجودة معها في الفيز. اول ما ادوس هلاقي يمسك القاميرات بتاعتي. يبقى تاني بفتح الفيز منجر بعمل بتاعتي. ببدأ اختار الحاجات اللي انا عايز احطها في الفيز دي. بعد كده اختار الفيز عشان اتاكد تاني بعمل اي حاجة. بعد كده اعمل سلكت للفيز عشان اتاكد من بتاعتي. تبتعالوا كده نعمل ديليت ليها. ديليت ديليت ديليت. اخب من الموديل ده وافتحه ونشوف نقدر ننقلهم ازاي. تعالوا كده. هناخد من الموديل ده. نعمل حاجة اسمها اوبين موديل فولدر. ادي الموديل بتاعي. اخد كل ده كنترول سي. هعمل موديل تاني مسلا. اسميه مسلا بم ارابيا ارابيا تو. هعمل كنترول زي. هاجي هنا اسمي اشان الموديل بتاعي ارى مزبوط. هاجي اسمي دي الديليت وانهم هغير الاسم بتاعه. هاجي هغير الاسم بتاعه. هفتح الموديل ده. اشوف ابدأ انقلهم ازاي. تعالوا كده. نعمل كنترول زي 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 زي. هنسيف الموديل بتاعنا بعد ما عملنا الفيزيز. نتاكد تاني ان هما يتحطوا على الفيزيز. هدي الفيزيز. فيز تو. هما كده موجودين. تعالوا كده نقفل الموديل ده. نفتح الموديل التاني. ونشوف هينزله ازاي. ادي اوبن. اه ريسينت. ابدأ اختار او من اول موديلز. هبدأ اعمل اه للموديل بتاعي. هو اخطاره. هبدأ افتح دلوقتي الموديل التاني. وهبدأ انزل القاميرات دي فيه. في حالة انها مش موجودة في الموديل ده. تعالوا كده نشوف ازاي. دولة دلوقتي فاتح موديل ديني في نفس البرطات. هشيل هنا مسلا القاميرات دي. افترض مسلا ان القاميرات دي كانت في موديل وعايز اخدها ده للموديل ده. عايز ان ازلها من نفس كل حاجة. باجي من اديت كاب سبيشيل فروم انازر موديل. يبقى تاني بعد ما عملت الفيزيز وفتحت الموديل اللي انا عايزا بتاعتي عملت كاب سبيشيل فروم انازر موديل. تمام كده? طيب. تعالوا كده نشوف هنعمل ازاي قبل? لما ادوس عليها هيبدأ يقول لي حط الباص بتاع الموديل بتاعك. هجيب الباص بتاع الموديل بتاعي. هحطه هنا كنترول سي كنترول في. بعد كده هدوس حاجة اسمها فلتر. هو كده خلاص ارى المشروع بتاعي. او المفروض ان انا اختار اه سوري اختار المشروع الرئيسي بتاعي. وهدوس فلتر تاني. رقم الفيز بالنسبالي كانت رقم اتنين. بص كده اما هدوس قبي نزلي القاميرات تاني في مكانه. يبقى احنا كده ده كده بشتري. آآ سهل? ممكن نستخدمه لو عايزين نقسم المشروع اللي كزا زون. ممكن لو عايزين بعد كده نركب المشروع على بعض. وينزلوا آآ في اماكنهم جنب بعض. ده كده باختصار شديد ايه هو الفيزينج? طيب آآ قبل ما اكمل فيه اي سؤال? في الفيزينج? لو ما فيش اي سؤال استاذكم بتكتبه واحد. تمام. طيب. احنا كده فهمنا آآ ايه هو الفيزينج? فيه سؤال ولا حاجة? تمام. طيب. انا هعمل آآ سكيب للآآ للنسبة لان هو هياخد وقت وطبعا فيه محاضرة بعدينا. فانا ممكن اشرح ايه هو بالنسبة لي. والمرة الجاية هنكمل. الفيو سيتنجز قبل ما نشوفها هنا في تعالوا كده نرجع على التكل. انا دلوقتي يوقف في السريل الفيو. عايز اعرف ايه بتاعت الفيو دوت. بعد ما عمنا لبولتس وويلتس وحاجات كتيرة. تعالوا كده ندستو كليك. هتطلع لي كزا حاجة. اول حاجة عندي بتاعتي. اسم الفيو بتاعت ايه هو الانجل بالنسبة لي هو لو انا دلوقتي خليت ده بلين ودوس موديفاي خلهولي في البلين. تعالوا كده ادوس كنترول زت. عملهولي بلين. ارجع كده تاني للسري دي ودوس موديفاي. عملهولي في السري دي. يبقى الانجل بالنسبة لي اما اختار يكون في البلان اللي هو ال تو دي. اولا ان اختاره سري دي. ده كده حاجة. اللي بعد كده استخدمه بالنسبة لي الاب والداون. في السري دي فيو. لما يكون المشروع كبير بنخلي الاب والداون بالنسبة لنا رقم كبير. بحيث ان هو يبين كل المشروع بتاعي. يعني مسلا هو الاب بتاعي اه متين وخمسين الف ميلي والداون عشر تلاف ميلي. في مشاريع احنا ممكن بنخلي الارقام دي عدد لنهائي. بنيجي مسلا نعمل على الاب ده نفضل نكتب تسعة 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 تسعة. نيجي نفس الكلام نكتب الداون ببارته كده. حسب المشروع بتاعي. تمام? تعال بقى في اهم النقطة اللي هي الديس بلاي. تقدر تخليني اشوف اه حاجات معينة في البروجيكت. تعالوا كده نمسكها. كده انا كنت بظهرها بس ما قدش بتكلم معنا بالتفصيل. تعالوا نفهم هي ايه? هنا بيقول لي بالنسبة لي او اما ان اخطر يختار لي كل حاجة في الموديل او او خليه ما اختارش حاجة. تعالوا بقى نبدأ نشوف واحدة واحدة وايه اللي بنحتاجه وايه اللي مش بنحتاجه. اول حاجة لو انت عامل في الموديل كجايد لك انك بترسم منها اي حاجة. بتختار انها تظهر او ما تظهرش. غالبا مش بنظهرها لو احنا نشغالي. اول حاجة بعد كده البارس. البارس طبعا بنظهرها في الموديل وفي الكمبونت. احنا عايزين البارس بالنسبة لنا تظهر. بعد كده بيقول لك اجزاكت وازهر لي البارس بتاعتك مزموط. بعد كده بيقول لك عايز تظهرها ولا ما تظهرهاش سواء في الموديل او في الكمبونت. طبعا احنا بنظهرها البولت وبنختارها اجزاكت. نيجي بعد كده للهولز. الهولز اللي احنا عملناها في طبعا هي هنا ما تظهر. طبعا بنظهرها في الموديل وفي الكمبونت. وساعات بنختار اجزاكت. سلوتيت هولز عشان نظهر لي الهول مزبوطة. الويلز. الويلز بالنسبة لي برضو بيظهرها في الموديل. في الكمبونت مختار حاجة اسمها اجزاكت نو والد مارك. في حاجة عندي اسمها فاست وفي حاجة اسمها عندي اجزاكت. الفاست والاجزاكت والنو والد مارك دولت ازاي تظهر الويلد. ايه اللي بخلاني نختار اجزاكت نو والد مارك? تعالوا ما فيش اي ماركة عليه. يعني لو دوست على الويلد بيطلع لكش اي حاجة تقول لك الويلد ده انتو كده. تعال كده ادوس اجزاكت وعمل يبدأ يعملك زي علامة كده. وتلاقي اول ما تدوس على الويلد تلاقي القيمة بتاعتك. زي ما انت شايف كده. تمام? ايب. لو انا دلوقتي عايز اعمل فاست. موديفاي. هيبدأ يظهر لي ان في ولدي هنا. بس الباص بتاعه مش موجود. فاحنا بالنسبة لنا بنختار اجزاكت نو والد مارك وخلاص. تمام كده? طيب بالنسبة للهولز زي ما قلت لك انت بتعملها فاست اقوى اجزاكت اقوى اجزاكت اجزاكت سلطة هولز هي اللي بتظهرها بالشكل ده. البولتس نفس الكلام بنختارها اجزاكت. الكون استراكشن بلين لو انت لازم كون استراكشن بلين لحاجة معينة. غالبا مش بنظهره. ده خاص بالكونكريت لو انت حاطت اي سيرفيس على اي بارت عشان لو فيه او غيره. نفس الكلام البور برده مش بنحتاجها. القط ان في اياد الماتيريال. القط اللي احنا بنعملها في الموديل. لو احنا مسلا لو نفسكي راح نعملنا قط بين وبين القولوم. احنا كده دلوقتي مزهرين. طالوا كده نظهره. وندوس قد القط اللي بين البلت وبين العمود. تمام كده? قدر من انا اظهره او اخفيه بس احنا في الغالب بنخفيه. نيجب على كده نفس النظام. برضو هي تلاقي الشكل بتاعها شبه القط. برضو غالبا مش من صغيرة. هو رمز تعالوا كده لو دوسنا تعالوا لو احنا نرجعنا كده على اي احنا نزلناها. طبعا هي مش موجودة في الموديل ده. احنا كده نفتح الموديل الثاني. لو احنا ندوسنا هنا تاني على 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 الضبط الا دوسنا على- بلاي. نكلمنا على كل الموضي. تمام? اه وصلنا لغاية لو انا عملت لها انها تظهر ودوست موديفاي. بظهر اللي زي يكون هنا على فانا بعرف. تمام? لو انا دلوقتي عملت انا بس هدوس على بيو عشان يلقطه. يبدأ يشيل الكون ده من هنا. ده كده الكون لو انا عامل كون في الموديل. لو انا دوست موديفاي لو احضرتكم تفتكركم وان فيكم اصدار انا اعملها هنا. غالبا مش بنحتاجها بعد ما بنخلص الشغل بتاعنا. نفس الكلام الريفرنس اوبجيكت. الريفرنس اوبجيكت ده لو انت منزل بس احنا عشان خفينه. تعالوا كده نزهره. الريفرنس موديل بتاعنا. هو كده ظاهر من التكلا بس انا ممكن ازهره او اخيش في ده كده الريفرنس اوبجيكت. لو انا عملت انا شك ودوست موديفاي هيبدأ يخفيه. يبقى احنا كده فهمنا سريعا كده ايه هي بتاعكم. اخر حاجة هتكلم فيها هي بس هنأجلها ان شاء الله للمرة اللي جاية. انا كده خلصت المحاضرة بس عشان الوقت بتاعشان في محاضرة بعد كده هنكمل الجزء اللي بقي هو جزء بسيط ان شاء الله هنكمله المرة اللي جاية. اه اتمنى ان تكون الناس استفادت من المحاضرة واعتزر اه بشكل اه كبير جدا عن القطالة. ولكن عشان البرنامج بس ما ليه بالمعلومات. اه انا اشكركم جدا على الحضور. النهاردة هنزل تفاصيل التسك التاني. اه الناس هتعمل ايه في التسك التاني? طب الناس ما حضرتش المحاضرة الاولى او ما عملتش التسك الاولى تمنى ان الناس اه تعملها. تمام كده? وآآ ان شاء الله المحاضرة اللي جايها هتكون اخر محاضرة في التكلا. هنبدأ نتكلم ان شاء الله في اللي احنا بنطلعه. تمام? انا بس هوقف اه لو حد دلوقتي عنده اي سؤال آآ ممكن آآ اجاوب عليك. طيب آآ بشمهندس آآ قاسم آآ في الجروب اللي هو الخاص ب آآ بشمهندس آآ محمدة وبشمهندس حسامة استاذانك لو تنزل آآ اللينك بتاع الجروب هنا عشان الناس تقدر تدخل عليه. بشمهندس حسام استاذانك لو تنزل آآ اللينك بتاع الجروب. هتلاقى عليه كل الداتا اللي انت عايزها والتسك المطلوبة. تمام? آآ بالنسبة المحاضرات مرفوعة اليوتيوب المحاضرة مرفوعة على قناة آآ بيم اريبيا. تمام? ده كده بشمهندس حسام حط لينك الفيسبوك جروب. هتلاقوا عليه الداتا هتلاقوا عليه الماتيريال هتلاقوا عليه التسك الاولى المفروض تعمل ايه? وهتلاقي تسجيل المحاضرة الاولى موجودة على اساسها تقدر تعمل التسك الاولى. والنهاردة ان شاء الله هنزل التفاصيل بتاعت التسك التانية المطلوبة منكم. عشان نكمل الموديل بتاعنا. والمرة جاية ان شاء الله هنتكلم عن اللي انا اقدر اخرجها من الموديل. تمام كده? جزانا جزانا وايكم بشمهندس عموة. طيب لو في حد كده عنده اي سؤال آآ بشمهندس احمد حسين مسازنك لو آآ بس آآ بتنظم الموضوع ده لو حد عايز يتكلم صوت. ولو في حد عنده اي استفسار اي سؤال بس هيعمل رايز هند وانا هفتح له المويل. تمام. لو في حد عزيزي للشباب يتفضل يعمل رايز هند ويتفضل يدخل معنا. كان آآ آآ ممكن تعمل لو نفس الحاجة اللي انت هتنقلها عليها بتقدر تعمل مثلا كوبية توقى نظر اوبجيكت. آآ بتلقط معك بنسبة سبعين في المية. ممكن تقدر تعمل كوبية للبولز. تقدر تعمل كمان كوبية للويدز. بس لازم يكون يعني تسعين في المية عشان يلقط معك البولز مزبوطة ويلقط معك الويدز مزبوطة. تمام. وكده غالبا خلاص اه. طيب انا انا بشكركم جدا اولا على التنظيم. آآ سنين اطلب منكم مرة تانية ان حضركم تدعو للمهندس عمر سليم بالشفاء العجل ان شاء الله. آآ انا اشكركم جدا ان شاء الله المحاضرة اللي جاية هتكون يوم الجمعة. الساعة تلاتة هنتكلم ان شاء الله في اخر آآ محاضرة. الا آآ الساعة تلاتة هنتكلم ان شاء الله في الاول دت بتاعتنا. آآ هو انا ما اقدرش افتح البروجيكت الا من خلال افتح البرنامج الاول آآ. لان انت لو رجعت للفولدر اللي في الموديل هتلاقي هو عبارة عن دي بي وان. وص لو انت هدصت مش هيفتح معك. حتى لو اخترت المور قاسي بتاعتك التكلب. ما ما بينلقطش معك. لازم تفتح التكلب على كده تفتح البروجيكت. طيب تمام كده ما فيش اي سؤال تاني على ما اظن. طيب ان شاء الله نتقابل المحاضرة اللي جاية التاسك اللي هعملها فين? طيب بشمهندسة هند. حالك هتدخل على اللينك بتاع الجروب بتاعنا. هتلاقي تسجيل المحاضرة الاولى. هتلاقي التاسك الاولى. هتلاقي الماتيريال الخاصة بالمحاضرة الاولى. كفيديو كماتيريال كتاسك. وتمنى ان شاء الله ان حضراتكم تعملوا التاسك. وترفعوها على الجروب. جزينا باقيكم بشمهندس حصل. طيب. اه سبحانك الله وبحمدك. اشتركوا ان لا يا لا انت نستخفرك ونتوب اليك. اشكركم مرة تانية ونتقابل ان شاء الله الجمعة اللي جاية. جزاكم والله كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله.